حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت ابن مسعود رمل جمرة جمرة العقابة من بطن الوادي ثم قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة حدثنا هشيم أنبأنا حسين عن كثير ابن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لب حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا فقال عبد الله أنسي الناس أم ضل سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك حدثنا هشيم أنبأنا حسين عن هلال ابن يساف عن أبي حيان الأشجعي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي اقرأ علي من القرآن قال فقلت له أليس منك تعلمته وأنت تقرئنا فقال إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يومين فقال اقرأ علي من القرآن قال فقلت يا رسول الله أليس عليك أنزل ومنك تعلمناه قال بلى ولكني أحب أن أسمعه من غيري حدثنا هشيم أنبأنا مغيرة عن أبي رزي عن ابن مسعود قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة النساء فلما بلغت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم حثنا هشيم أنبأنا سيار ومغيرة عن أبي وإل إن قال قال ابن مسعود خصلتني يعني أحداه ما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى من نفسي من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا ولا يشرك به شيئا دخل الجنة حثنا هشيم أنبأنا علي بن زيد قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما على حالها لا تغير فإذا مضت الأربعون صارت علقة ثم مضغة كذلك ثم عظاما كذلك فإذا أراد الله أن يسوي خلقه بعث إليها ملكا فيقول الملك الذي يليه أي ربي أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد أقصير أم طويل أناقص أم زائد قوته وأجله أصحيح أم سقيم قال فيكتب ذلك كله فقال رجل من القوم ففيما العمل إذن وقد فرغ من هذا كله قال أعمل فكل سيوجه لما خلق له حفناه شيم أنبأنا العوام عن محمد بن أبي محمد مولا لعمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولدي لم يبلغوا الحنثة إلا كانوا له حصنا حصينا من النار فقيل يا رسول الله فإن كان اثنين قال وإن كان اثنين فقال أبو ذر يا رسول الله لم أقدم إلا اثنين قال وإن كان اثنين قال فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء لم أقدم إلا واحدا قال فقيل له وإن كان واحدا فقال إنما ذاك عند الصدمة الأولى حسنا هشيم أنبأنا أبو الزبير عن نفعي بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله قال قال فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ثم أقام فصل المغرب ثم أقام فصل العشاء حسنا هشيم أنبأنا العوام عن جبلة بن سحيمين عن مؤثر بن عفازة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بإبراهيم وموسى وعيسى قال فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال لعلم لبها فردوا الأمر إلى موسى فقال لا علم لبها فردوا الأمر إلى عيسى فقالا أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله ذلك وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج قال ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلكه الله حتى إن الحجر والشجر لا يقول يا مسلم إن تحتي كفرا فتعال فاقتله قال فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من من كل حدب ينسلون فيطأون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شاربوه ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو ألها عليهم فيهلكهم الله ويوميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم قال فينزل الله عز وجل المطر فتجرف أجسادهم حتى يقضفهم في البحر قال أبي ذهب علي هاهنا شيء لم أفهمه كأديمين وقال يزيد يعني ابن هارون ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم ثم رجع إلى حديثه شايمين قال ففي معاهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن أبي وإلن عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا نمى البارحة عن الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان بالا في أذنه أو في أذنيه حدثنا عبد العزيز حدثنا منصور عن مسلم ابن صبيح قال كنت مع مسروق في بيت فيه تمثال مريم فقال مسروق هذا تمثال كسر فقلت لا ولكن تمثال مريم فقال مسروق أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون حدثنا إسحاق هو الأزرق حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا ينبغي له أن يتمثل بمثله حدثنا إسحاق حدثنا الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يطناج اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه حدثنا محمد بن فضيل عن خصيف حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفين فقام صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصف الذين يلونه ركعة ثم قاموا فذهبوا فقاموا ما قام أولئك مستقبل العدو وجاء أولئك فقاموا ما قامهم فصل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلموا ثم قاموا فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا ما قام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى ما قامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا حثنا محمد بن فضيل حدثنا خصيف الجزري قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله عن عبد الله قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاهد وأمره أن يعلم الناس التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله حثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إنا في أوي في الصلاة لشهلا حثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن أبي الأحواصي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بضع وعشرون درجة حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطع حدثنا المسعودي عن سعيدي بن عمر عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى ليلة القدر قال من يذكر منكم ليلة الصهبة وتقال عبد الله أنا بأبي أنت وأمي وإن في يدي لتمرات أستحر بهن مستطرا بمؤخرة رحلي من الفجر وذلك حين طلع القمر حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل زيدا في الصلاة قيل صليت خمسا فسجد سجدتين حدثنا محمد بن أبي عادي عن سعيد عن قتادة عن أبي الأحواص عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفا كلها مثل صلاته حدثنا سفيان عن عبد الكريم قال أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقلي بن مقر قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة قال نعم وقال مرة سمعته يقول الندم توبة حنى سفيان عن منصور عن ذر عن وإلي بن مهانة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا يا معشر النساء ولو من حلي كنا فإن كنا أكثر أهل النار فقامت امرأة ليست من علية النساء فقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام وقال مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد السجدتين في السهو بعد السلام حثنا سفيان بن عويين تحدثنا عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي قال أبي حدثنا به في بيته في غرفته أراه سأله بعض ولدي جعفري بن يحيى أو يحيى بن خالدي بن يحيى حثنا عمر بن عبيد عن عاصم بن أبي النجودي عن زر بن حبيش عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيت اسمه يواطئ اسمي حثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقضي الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي ويواطئ اسمه اسمي حثنا سفيان عن عاصمين عن زر عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنازلت عليه والمرسلات عرفا فأخذتها من فيه وإن فاه لرطب بها فلا أدري بأيها ختم فبأي حديث بعده يؤمنون أو قيل لهم اركعوا لا يركعون سبقتنا حية فدخلت في جحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وقيتم شرها ووقيت شركم حثنا سفيان عن عاصمين عن أبي وإلين عن عبد الله قال كنا نصليم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد حتى قد ضواء الصلاة فسألته فقالا إن الله عز وجل لا يحدث في أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة حثنا سفيان عن جامع عن أبي وإلين عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف علي ميء يقططيع بها مال مسلمين لقي الله وهو عليه غضبان وقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله حثنا سفيان عن جامع عن أبي وإلين عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع عبد زكاة فما له إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه يفر منه وهو يتبعه فيقول أنا كنزك ثم قرأ عبد الله مصداقه في كتاب الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة قال سفيان مرة يطوقه في عنقه حثنا سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمة عبد الله بن حبيب قال سمعت عبد الله بن مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله حثنا سفيان عن الأعمش عن شمر عن مغيرة بن سعدي بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا حثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحواص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا خليلا لا تتخذت أبا بكر خليلا وإن صاحبكم خليل الله عز وجل حثنا سفيان قال سليمان سمعت شقيقا يقول كنا ننتظر عبد الله بن مسعود في المسجد يخرج علينا فجاءنا يزيد بن معاوية أن خعي قال فقال ألا أذهب فأنظر فإن كان في الدار لعلي أن أخرجه إليكم فجاءنا فقام علينا فقال إنه ليذكر لي مكانكم فما آتيكم كراغية أن أمل لكم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراغية السآمة علينا حثنا سفيان عن يزيد عن أبي الكنود أصبت خاتما يوما فذكره فرآه ابن مسعود في يده فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب حثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله ابن مسعود دخل النبي صلى الله عليه وسلم وحول الكعبة ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعونها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا دثنا سفيان قال وليس منها من يقدمها وقرئ على سفيان سمعت يحيى الجابرة عن أبي ماجيد الحنفي قال سمعت عبد الله يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير الجنازة فقال متبوعة وليست بتابعة حثنا حفص بن غياث حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا قال فخرجت علينا حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فسبقتنا حثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت الأعمش يروي عن شقيق قال كان عبد الله يخرج إلينا فيقول إنني لأخبر بمكانيكم وما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أؤمن لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمتا عن عبد الله قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه واليجنى ثم طبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا ثم طبق كفيه فأراهم حان أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمتا عن عبد الله قالا لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمين شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه قالا إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بنيا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك حان أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمتا عن عبد الله قال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على أصبع والسماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرة على أصبع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فأنزل الله عز وجل وما قدروا ألها حق قدره الآية أدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمتا عن عبد الله أنه قرأ سورة يوسف بحمص فقال رجل ما هكذا أنزلت فدنا منه عبد الله فوجد منه ريح الخمر فقال أتكذب بالحق وتشرب الرجس لا أدعك حتى أجلدك حدا قال فضربه الحد وقال والله لهكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمتا قال كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثوه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمة ألا نزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك فقال عبد الله أما لئن قلت ذاكا لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وإحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمة بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله بن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب يدخل فيجد الناس قد أخذ المنازل قال فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل قال فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه قال فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال إن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقالا يا رسول الله إذا أحسنت في الإسلام أأخذ بما عملت في الجاهلية فقالا إذا أحسنت في الإسلام لم تأخذ بما عملت في الجاهلية وإذا أسأت في الإسلام أخذت بالأول والآخر حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف علي مئن هو فيها فجر ليقططيع بها مال إمرئ مسلمين لقي لها عز وجل وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بينة قلت لا فقال لليهودي أحلف فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالي فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية حثنا أبو بكر بن عياش حدثني عاصم عن زر عن ابني مسعود قال كنت أرعى غنما لعقبة ابني أبي محيط فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال يا غلام هل من لباء قال قلت نعم ولكني مؤتمن قال فهل من شات لم ينز عليها الفحل فأتيته بشات فمسح ضرعها فنازل لبان فحلا بهو في إناء فشرب وسق أبو بكر ثم قال للضرع أقلص فقلا سقالا ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول قال فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصمين بإصناده قال فأتاه أبو بكر بصخرة منقورة فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر وشربت قال قال ثم أتيته بعد ذلك قلت علمني من هذا القرآن قال إنك غلام معلم قال فأخذت من فيه سبعين سورة حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطافه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعض قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركنا أقوى من يصلون صلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون ثم صلوا دا معهم وجعلوها سبحة حفن جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فلا أدري زاد أم نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء قال لا وماذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثن رجليه فسجد سجدتي الساهوي فلما سلم قال إنما أنا بشر إنسى كما تنسون وإذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصلاة فإذا سلم فليسجد سجدتين حفن جرير عن منصور عن خيثمة عن رجل من قومه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمر بعد الصلاة يعني العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر حفن جرير عن منصور عن أبي وإل عن عبد الله قال قال ناس يا رسول الله أن أخذ بأعمالنا في الجاهلية فقال من أحسن منكم في الإسلام فلا يأخذ به ومن أساء فيأخذ بعمله الأول والآخر حفن جرير عن الركين عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال تختم الذهب وجر الإزار والصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب قال جرير إنما يعني بذلك نتفه وعزل الماء عن محله والرقاء إلا بالمعاوذات وفساد الصبي غير محرمه وعقد التمائم والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكيعاب حثن يحيى عن صفيان حدثني سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سليمان وبعض الحديث عن عمر بن مرة قال حدثني أبي عن أبي أضحى عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إنني أحب أن أسمعه من غير فقرأت حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال رأيت عينيه تذريفان دموعا حثن أبو معاوي يتحدثن الأعمش عن شقيقي بن سلمة قال جاء رجل إلى عبد الله من بني بجيلة يقال لهنا هيك بن سناء فقال يا أبا عبد الرحمني كيف تقرأ هذه الآية آياء تجدها أو ألفا من ما غير آسئ أو غير ياسئ فقال له عبد الله أو كل القرآن أحصيت غير هذه الآية قال إنني لأقرأ المفصلة في ركعة فقال عبد الله هذى كهذ الشعر أن من أحسن الصلاة الركوع والسجود ولا يقرأ أن القرآن أقوام ليجاوز تراقيهم ولكنه إذا قرأه فرسخا في القلب نفع أني لا أعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتين في ركعة قال ثم قام فدخل فجاء علقمة فدخل عليه قال فقلنا له سله لنا لنا عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتين في ركعة قال فدخل فسأله ثم خرج إلينا فقال عشرون سورة من أول المفصل في تأليف عبد الله حفن أبو معاوي تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين قصما قال فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل قال فقلت يا عدو الله أما لا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه قال ثم قال رحمة الله على موسى لقد أذي بأكثر من هذا فصبر حتى نأبو معاوي تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها حفن أبو معاوي تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد فقال إني قد خبأت لك خبأ قال ابن صياد دخ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخسأ فلن تعدوا قدرك فقال عمرو يا رسول الله دعني أضرب عنقه قال لا إن يكن الذين خافوا فلن تستطيع قتله حتى نأبو معاوي تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال لا كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه فهو يمسح عن وجهه الدم ويقول ربي أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حفن أبو معاوي تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليل تجارك قال قال عبد الله فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما حفن أبو معاوي تحدثنا الأعمش عن مسلمين عن مسروق قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يقول في هذه الآية يوم تأتي السماء بدخاء مبيء إلى آخرها يغشهم يوم القيامة دخان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيبهم منه كهيئة الزكام منه كهيئة الزكام قال قال فقال عبد الله من علم علما فليقول به ومن لم يعلم فليقول الله أعلم فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف فأصابهم قحت وجهدوا حتى أكلوا العظام وجعل الرجل ينظر إلى السماء فينظر ما بينه وبين السماء كهيئة الدخاني الدخاني من الجهد فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخاء مبيء يغش الناس هذا عذاب أليم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استصق الله لمضارف إنهم قد هلكوا قال فدعا لهم فأنزل الله عز وجل إن كاشفوا العذاب فلما أصابهم المرة الثانية عادوا فنزلت يوم نبتش البطشة الكبرى إن منتقمون يوم بدر حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيدة عن عبد الله قال كنت مستطرا بستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر قراشي وخطناه ثقفيان أو ثقفي وخطناه قراشيان كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فتكلموا بكلامين لم أسمعه فقال أحدهم أترون الله يسمع كلامنا هذا فقال الآخر أرانا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعها لم يسمع فقال الآخر إن سمعا منه شيئا سمعه كله قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى قوله ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرينك دثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عمري ابن مرة عن يحيى بن الجزاري عن ابن أخي زينبى عن زينبى امرأة عبد الله قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فأنتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه قالت وإنه جاء ذات يومين فتنحنح قالت وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي حيطا قال ما هذا الحيط قالت قلت حيط أرقي لي فيه قالت فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتماء موت ولت شرك قالت فقلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقضف فكنت أختلف إلى فلاء اليهودي يرقيها وكان وكان إذا رقاها سكنت قال إنما ذلك عمل الشيطاني كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس شفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله عز وجل فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المتح من الله عز وجل حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحواص عن عبد الله قال لأن أحلف بالله تسعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة وذلك بأن لها عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم الطيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعاك فمسسته فقلت يا رسول الله إنك لتوعاك وعكا شديدا قال أجل إني أعكو كما يوعاك رجلان منكم قلت إن لك أجرين قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به خطاياه كما تحط الشجر ورقها حدثناه يعلى حدثنا الأعمش مثله حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من أن عمي من عقله قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم إني نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم أمر مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحد ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكايل السلام على فلاء السلام على فلاء فسامعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء حثنا أبو معاوية تحدثنا إبراهيم بن مسلمين الهجري عن أبي الأحواصي عن عبد الله قال من سره أن يلقى لها عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث يناد بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى وما منكم إلا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضلتم ولقد رأيتني وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه ولقد رأيت الرجل يهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء الوضوء ثم يأتي مسجدا من المسجد فيخطو خطوة إلا روفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة أو كتبت له بها حسنة حتى إن كنا لا نقارب بين الخطوة إن فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة حدنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن زيدي بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها حدنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار حدنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم الطيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قال قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله ملاك من مالك إلا ما قدمت ومال وارثك ما أخرت قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم السرعة قال قلنا الذي لا يصرعه الرجال قال قال لا ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب قال قلنا الذي لا ولد له قال لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا حثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم الطيمي عن الحارث بن سويد حدثنا عبد الله حديثين أحدهما عن نفسه والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عبد الله إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال له هكذا فطار قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دوية مهلكة معه راح للته عليها طعامه وشره وزاده وما يصلحه فأضلها فخرج في طلبها حتى إذا أدركه الموت فلم يجدها قال أرجع إلى مكاني الذي أضلتها فيه فأمتت فيه قال فأتمكنه فغلبته عينه فاستيقظ فإذا راح للته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمشو عن عمارة عن الأسود عن عبد الله مثله حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمشو عن إبراهيم الطيمي عن الحارث بن سويد والأعمشو عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله أن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وأن الفجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دوية ثم قال أبو معاوية قال حدثنا عبد الله حديثين أحدهما عن نفسه والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلكة معه راحللته عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه فأضلها فخرجا في طلبها حتى إذا أدركه الموت قال أرجع إلى مكاني الذي أضلتها فيه فأمتت فيه قال فرجع فغلبته عينه فاستيقظ فإذا راحللته عند رأسه عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه حثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على أبن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل حثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش ويحيا عن الأعمش حدثني عمارة حدثني الأسود المعنى عن عمارة عن الأسود عن عبد الله لا يجعل أحدكم للشحيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصر فإلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أكثر انصرافه لا على يساره حثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمري بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما كان يوم بدر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ما تقولون في هؤلاء الأسر قال فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك أستبقهم وأستأني بهم لعل لها أن يتوب عليهم قال وقال عمر يا رسول الله أخرجوك وكذبوك قربهم فاضرب أعناقهم قال وقال عبد الله بن رواحة 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 يا رسول الله أنظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارا قال فقال العباس قطعت رحيمك قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا قال فقال ناس يأخذوا بقول أبي بكر وقال ناس يأخذوا بقول عمر وقال ناس يأخذوا بقول عبد الله بن رواحة قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إن الله لا يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألينا من اللبني وإن الله لا يشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن مثلك مثلك يا عمر كمثل نوح قال قال ربي لا تذر على الأرض من الكفيرين ديارا وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال ربي اشدد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق قال عبد الله فقلت يا رسول الله إلا سهيل أبن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام قال فسكت قال فما رأيتني في يومين أخوة فأن تقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم حتى قال إلا سهيل أبن بيضاء قال فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يسخن في الأرض تردون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم إلى قوله لولا كتاب كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم حدثنا أبو معاوية أنت يعني ابن عمر نحدثنا زائدة فذكر نحوه إلا أنه قال إلا سهيل أبن بيضاء وقال في قول أبي بكر قال فقال أبو بكر يا رسول الله عترتك وأزلك وقومك تجاوز عنهم يستنقذهم الله بك من النار قال وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله أنت بوعد كثير الحطب فأضرمه نارا ثم ألقهم فيه فقال العباس قطع الله رحيمك حدثناه حسين يعني ابن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازمين عن الأعمش فذكر نحوه إلا أنه قال فقام عبد الله بن جحش فقال يا رسول الله أعداء الله كذبوك وأذوك وأخرجوك وقاتلوك وأنت بوعد كثير الحطب فاجمع لهم حطبا كثيرا ثم أضرمه عليهم وقال سهلوا ابن بيضاء حثنا أبو معاوية تحدثنا الحجاج عن زيدي بن جبير عن خشفي بن مالك عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لدية في الخطأ أخماسا حثنا أبو معاوية تحدثنا إبراهيم بن مسلمين الهجري عن أبي الأحواصي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده التمرة ولا التمرتني ولا اللقمة ولا اللقمتني ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها حنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما ما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله عز وجل صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذابا حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فراطكم على الحوض ولا أنازعن أقواما ثم لا أغلبن عليهم فأقول يا ربي أصحابي فيقولوا إناك لا تدري ما أحدث بعدك تحدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن زيدي بن وهب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون عليكم أمراء وترون أثرة قال قالوا يا رسول الله فما يصنع من أدرك ذاك منا قال الدوى الحق الذي عليكم وصلوا لها الذي لكم ست يحيى قال سمعت سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قال قلنا ما تأمرنا قال الدوى إليهم حقهم وصلوا لها حقكم حدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب قال قال عبد الله لابن النواحة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أناك رسول لقتلتك فأما اليوم فلست برسول يا خرشة قم فاضرب عنقه قال فقاما إليه فضرب عنقه حان إسماعيل حدثنا أيوب عن حميدي بن هلال عن أبي قتادة عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجر إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة قال وكان متكيئا فجلسا فقال إن الساعة لا تقوم حتى ليقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة قال عدوا يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام فذكر الحديث قال جاءهم الصريخ أن الدجال قد خلف في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو قال هم من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ حسن إسماعيل عن ابن عوين عن عمري وبن سعيد عن حميدي بن عبد الرحمة قال قال ابن مسعود كنت لا أحجب عن النجوة ولا عن كذا ولا عن كذا قال ابن عوين فنسي واحدة ونسيت أنا واحدة قال فأتيته عنده مالك بن مرارة الرهاوي فأدركت من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترف ما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقها أفو ليس ذلك هو البغي قال لا ليس ذلك بالبغي ولكن البغي من بطر قال أو قال سفها الحق وغمط الناس حسن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني عون عن عبد الله بن مسعود قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياه وأهداه وأتقاه حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني سليمان وعن أبي وإلن عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قلنا وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعاه حسن يحيى عن شعب تحدثني زبيد عن أبي وإلن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال قلت لأبي وإلن أنت سمعت من عبد الله قال نعم حسن يحيى عن سفيان حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعدي عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قارينه من الجن وقارينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق حسن يحيى عن ابن جريج قال أخبراني أبو الزبري أن مجاهدا أخبره أن أبا عبيدة أخبره عن أبيه قال كنا جلوسا في مسجد الخيف الليلة عرفت قبل يوم عرفت إذ سمعنا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا قال فقمنا قال فدخلت شق جحر فأتي بسعافات فأضرم فيها نارا وأخذنا عودا فقلعنا عنها بعض الجحر فلم نجدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها وقاها الله شركم كما وقاكم شرها حسن يحيى حدثنا إسماعيل هو أبن أبي خالد حدثني قيس عن أبن مسعود قال كنا نغزوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله هلا نستخصفنا هانا عن ذلك حسن يحيى حدثنا إسماعيل حدثني قيس عن أبن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في أثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس حسن يحيى عن سفيان حدثني أبي عن أبي على عن ربيع بن خثيمين عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه خط خطا مربعا وخط خطا وسط الخط المربع وخطوطا إلى جنب الخط الذي وسط الخط المربع وخط خارج من الخط المربع قال هل تدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال هذا الإنسان الخط الأوسط وهذه الخطوط التي إلى جنبه الأعراض تنهشه من كل مكائن إن أخطأه هذا أصابه هذا والخط المربع الأجل المحيط به والخط الخارج الأمل حدثني يحيى عن أل تيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن كفارتها فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال يا رسول الله ألي هذه فقال لمن عمل كذا من أمتي دثني يحيى عن أل تيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يمعن أحدكم أذان بلال عن سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينطبه نائمكم ليس أن يقول هكذا وضم يده ورفعه ولكن حتى يقول هكذا وفرق يحيى بين السبابتين قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث لم أسمعه من أحد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبن جريج حدثني سليمان بن عتيق عن طلقي بن حبيب عن الأحنافي بن قيسين عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مقال ألا هلك المتنطعون ثلاث مرار قال يحيى في حديث طويل حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين كأنه على الرطف قلت حتى يقوم قال حتى يقوم حتى يحيى بن سعيد عن شعبة تحدثنا جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت ابن مسعود يقول أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلا فنزلنا دهاسا من الأرض فقال من يكلأنا فقال بلال أنا قال إذن تنام قال لا فنام حتى طلعت الشمس فاستيقظ فلان وفلان فيهم عمر فقال أهدبوا فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا ما كنتم تفعلون فلما فعلوا قال هكذا ففعلوا لمن نام منكم أو نسي حتى يحيى حدثنا سفيان حدثني زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودع بدعوى الجاهلية حتى يحيى عن شعب تحدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلم قال قال عبد الله أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيحا كل شيء غير خمس إن لها عنده علم الساعة وينزل الغيف ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير حتى نيحيى عن زهير قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلق متى عن عبد الله قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيمين وقعود ويصلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خديه أو خده ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك حان يحيى عن شعب تحدثنا أبو إسحاق عن عمر بن ميمو عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من أربعين فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس بيده إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في الشرك إلا كشعرة البيضاء في جد ثور أسود أو السوداء في جد ثور أحمر حسنا يحيى عن شعب تحدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فقال سلتعطاه يا أبنى أمي عبد فابتدر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال عمر ما بادرني أبو بكر إلى شيء إلا سباقني إليه أبو بكر فسألاه عن قوله فقال من دعائي الذي لا أكد أدعو اللهم إني أسألك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنفد ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم محمد في أعلى الجنة جنة الخدي ست يحيى قال سمعت سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قال قلنا وما تأمرنا قال أدو إليهم حقهم وسلوا ألها حقكم حسن أبن نمير عن مجالد عن عامر عن الأسود بن يزيد قال أقيمت الصلاة في المسجد فجئنا نمشي مع عبد الله بن مسعود فلما ركع الناس ركع عبد الله وركعنا معه ونحن نمشي فمر رجل بين يديه فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن فقال عبد الله وهو ركع صدق الله ورسوله فلما انصر فسأله بعض القوم لما قلت حين سلم عليك الرجل صدق الله ورسوله قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة حدثنا أبن نمير أخبرنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى صدرة المنتهى وهي في السماء الساديسة إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ثم يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وأعطي الصلوات الخمسة وأعطي خواتم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات حثنا أبن نمير أنبأنا سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة في الأرض سيحين يبلغوني من أمتي السلام حثنا أبن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك حثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة لطنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها حثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت عمرو بن قيسين عن عاصمين عن شقيق عن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة فإنه ما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة حثنا أبو داود الحفري عمرو بن سعد حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مسلمين البطين عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تغير وجهه ثم قال نحوا من ذا أو قريبا من ذا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمدانية عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين استحيو من الله عز وجل حق الحياء قال قال قلنا يا رسول الله إننا استحيو الحمد لله قال لا ليس ذلك ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحى من الله عز وجل حق الحياء حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمدانية عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قص ما بينكم أخلاقكم كما قص ما بينكم أرزاقكم وإن الله عز وجل لا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفس بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي الله قال غشمه والظلمه ولا يكسب عبد مالا من حرامين فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن أبي الأحواصي عن أبن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعتص له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء حنا وكيع حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيدة عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو الكدوشا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه قال خمسون درهما وحسابها من الذهب حثنا محمد بن السماك عن يزيدة بن أبي زياد عن المسيبي بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمكة في الماء فإنه غرر حثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري عن إبراهيم عن أبي الأحواص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لها عز وجل يبعث يوم القيامة مناديا ينادي يا آدم إن الله يأمرك أن تبعث بعثا من ذريتك إلى النار فيقول آدم يا ربي ومن كم قال فيقال له من كل مئة تسعة وتسعين فقال رجل من القوم من هذا الناجي من بعد هذا يا رسول الله قال هل تدرون ما أنتم في الناس إلا كشامة في صدر البعير حدثنا عبيدة عن إبراهيم بن مسلمين أبي إسحاق الهجري فذكر معناه وقال فيقول آدم يا رب كم أبعث حدثنا عمار بن محمد عن إبراهيم عن أبي الأحواص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرت حثنا عمار بن محمد عن الهجري عن أبي الأحواص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء خادم أحدكم بطعمه فليبدأ به فليطعمه أو ليجلسه معه فإنه ولي حره ودخانه حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم ابن كليب عن عبد الرحمن ابن الأسود عن علقمة قال قال ابن مسعود ألا أصل لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد المسلمون إلا رجلا من قريش أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فسجد عليه قال عبد الله فرأيته بعد قتل كفرا حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي أنك أنت التواب الرحيم ثلاثا حثنا وكيع حدثنا سفيان عن الحسني بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك سوادي سر قال أذنى له أن يسمع سره حثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار قال فأتيته بحجرين وروثة قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ريكس حثنا وكيع عن أبيه عن عطاء عن أبي وإل عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجديب لنا أسمر بعض العشاء حثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن عيسى بن عاصمين عن زر بن حبيش عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على العسيب قال فمر بقومين من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح قال بعضهم لا تسألوه فسألوه عن الروح فقالوا يا محمد ما الروح فقام فتوكأ على العسيب قال فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أطيتم من العلم إلا قليلا قال فقال بعضهم قد قلنا لكم لا تسألوه حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحواص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو اتخذت خليلا لا اتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله عز وجل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتب السبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم حنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي قيسين عن الهزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسليمان بن ربيعة فسألهما عن أبنة وابنة ابن وأخت لأبن فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأت أبن مسعود فإنه سيتابعنا قال فأتى ابن مسعود فسأله وأخبره بما قال فقال ابن مسعود لقد ضلتوا إذن وما أنا من المهتدين سأقضي بما قد رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة لابن السدوس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت حثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى حثنا وكيع عن سفيانا عن عمار بن معاوية الدهني عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن سمية ثم عرض عليه أمران قطوء إلا اختار الأرشد منهما حثنا وكيع حدثنا المسعودي عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعون قال عبد الله فكنت من آخري من أطاه فقال إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فليتقر لها وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وإلن قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج قال قلنا وما الهرج قال القتل حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وإلن قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج قال قلنا وما الهرج قال القتل حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك قال قال عبد الله قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وزيد بن ثابت له ذؤابة في الكتاب حثنا عمرو بن محمد أبو سعيد يعني العنقزية أخبرنا إسرائيل وأسود بن عامر حدثنا إسرائيل وحدثنا أبو نعيمين حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارقي بن شيهاب قال قال عبد الله شهدت من المقداد قال أبو نعيمين ابن الأسود مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بن إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق وسره ذلك قال أسود فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسره ذلك قال أبو نعيمين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره ذاك حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحواصي عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده حثنا وكيع عن مسعر عن علق متاب بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبة ابنة أبي سفيان اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال فقالا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك سألت لها لأجال مضروبة وأيامين معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيء قبل حله أو يؤخر شيء عن حله ولو كنت سألت لها أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان أخير أو أفضل قال وذكر عنده القردة قال مسعر أراه قال والخنازير إنه مما مصخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن لها لم يمسخ شيئا فيدع له نسلا نسلا أو عاقبة وقد كانت القردة أو الخنازير قبل ذلك حثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صاحب لنا يشتكي أنا كويه قال فسكت ثم قالوا أنا كويه فسكت ثم قال أكوه وارضفوه رضفا حثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن أبي أضحى عن مسروق عن عبد الله قال ما نسيت فيما نسيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى أو نرى بياض خديه حثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متة حثنا وكيع عن المسعودي عن عثمان الثقفي أو الحسن بن سعد شك المسعودي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علما أنه سيطلعها منكم مطلع ألا وإني آخذ بحجازكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو اللفذ باب حدثنا أبو قطع حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبدة النهدي فذكره وكذا قال يزيد وأبو كامل عن الحسن بن سعد قال روح حدثنا المسعودي حدثنا أبو المغيرة عن الحسن بن سعد وقال الفراش أو اللفذ باب حدثنا يزيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله هل نستخصفنا هانا عن ذلك حدثنا يزيد أنباءنا العوام حدثني أبو إسحاق الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمني عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تدور رحى الإسلام على رأس خمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن هلكوا فالسبيل من هلك وإن بقوا يقم لهم دينهم سبعين سنة حدثنا يزيد أنباءنا المسعودي حدثني عاصم عن أبي وإل إن قال قال عبد الله حيث قتل ابن النواحة إن هذا وابن أثال كان أتي النبي صلى الله عليه وسلم رسولين لمسيلمة الكذاب فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدان أن رسول الله قال نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال لو كنت قاتلا رسولا لضربت أعناقكما قال فجرت سنة أن لا يقتل الرسول فأما ابن أثال فكفنه الله عز وجل وأما هذا فلم يزل ذلك فيه حتى أمكن الله منه الآن حثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن عمر بن مرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله قال اتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه فلما استيقظ جعت أمسح جنبه فقلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبس طلاك على الحصير شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها حتى يزيد أنبأنا المسعودي عن جامعي بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة الثقافي عن عبد الله بن مسعود قال لما انصرفنا من غزوة الحديبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يحرسنا الليلة قال عبد الله فقلت أنا حتى عاد مرارا قلت أنا يا رسول الله قال فأنت إذا قال فحرستهم حتى إذا كان وجه الصبح أدركني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تنام فنمت فما أيقظنا إلا حر الشمس في ظهورنا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمع كما كان يصنع من الوضوء وركعتين الفجر ثم صلى بناء الصبح فلما انصر فقالا إن الله عز وجل لو أرادا أن لا تناموا لم تناموا ولكن أرادا أرادا أن تكونوا لمن بعدكم فهكذا لمن ناما أو نسيا قال ثم إن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبل القوم تفرقت فخرج الناس في طلبها فجاءوا بإبلهم إلا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذها هنا فأخذت حيث قال لي فوجدت زمامها قد أتوى على شجرة ما كانت لتحلاها إلا يد قال فجئت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لقد وجدت زمامها ملتويا على شجرة ما كانت لتحلاها إلا يد قال ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفتح إننا فاتحنا لك فتحا مبينا حثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن يحيى بن الحارث الجابري عن أبي ماجيد قال أتى رجل ابن مسعود بابن أخ له فقال إن هذا ابن أخي وقد شرب فقال عبد الله لقد علمت أول حد كان في الإسلام امرأة سرقت فقطعت يدها فتغير لذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا ثم قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم حثنا يزيد أنبأنا فضيل بن مرزوق حدثنا أبو سلمة الجهاني عن القاسم بن عبد الرحمني عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قد تهم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتيك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسمينه ولاك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لي من سمعها أن يتعلمها دفنا يزيد أنبأنا شريك بن عبد الله عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بن إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم قال يزيد أحسبوه قال وأسواقهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بمعاصوا وكانوا يعتدون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكيئا فجلسا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا حفنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنسي بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالا إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوز الصراط اتفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين قال فترفع له شجرة فينظر إليها فيقول يا ربي أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظليها وأشرب من مائها فيقول أي عبدي فلعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها فيقول لا يا ربي ويعاهد لها أن لا يسأله غيرها والرب عز وجل يعلم أنه سيسأله لأنه يرى ما لا صبر له يعني عليه فيدنيه منها ثم ترفع له شجرة وهي أحسن منها فيقول يا ربي أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظليها وأشرب من مائها فيقول أي عبدي ألم تعاهدني يعني أنك لا تسألني غيرها فيقول يا ربي هذه لا أسألك غيرها ويعاهده والرب يعلم أنه سيسأله غيرها فيدنيه منها فترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن منها فيقول ربي أدنني من هذه الشجرة أستظل بظليها وأشرب من مائها فيقول أي عبدي ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها فيقول يا ربي هذه الشجرة لا أسألك غيرها ويعاهده والرب يعلم أنه سيسأله غيرها لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول يا رب الجنة الجنة فيقول عبدي ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها فيقول فيقول يا ربي أدخلني الجنة قال فيقول عز وجل ما يصريني منك أي عبدي أيرضيك أن أعطيك من الجنة الدنيا ومثلها معها قال فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة قال فضحك عبد الله حتى بدت نواجذه ثم قال ألا تسألني لمضحك تقالوا له لمضحك تقال لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسألوني لمضحك تقالوا لمضحكت يا رسول الله قال لضحك الرب حين قال أتهزأ بي وأنت رب العزة حفنا يزيد أخبرني شعبة بن الحجاج عن يزيد بن أبي زياد عن أبي سعد عن أبي الكنودي عن عبد الله رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب حفنا يزيد أنبأنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا حفنا أبن أبي عادي عن سليمان عن أبي عثمان عن أبن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه إنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ليس أن يقول هكذا ولكن حتى يقول هكذا وضم أبن أبي عادي أبو عمر أصابعه وصوبها وفتاح ما بين أصبعيه السبابتين يعني الفجر حفنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وإلن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحبه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يكثر أن يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي قال فلما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال سبحانك ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي أنك أنت التواب الرحيم حنا محمد حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامة والأرحامة إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا أتقوا ألها وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ألها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم تذكر حاجتك حدثنا عفان حدثنا شعبة أنباءنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الأحواص قال وهذا حديث أبي عبيدة عن أبيه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين خطبة الحاجة وخطبة الصلاة الحمد لله أوي إن الحمد لله نستعينه فذكر معناه حثنا محمد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمر بن ميموء عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي محيط بسالة جزور فقضفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك قال فقال اللهم عليك الملأة من قريش أبا جهل بن هشامين وعطبة بن رابعة وشيبة بن رابعة وعقبة بن أبي محيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف حدثنا شعبة الشاكو قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أن أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر حدثنا خلف حدثنا إسرائيل فذكر الحديثة الحديثة إلا أنه قال عمرو بن هشامين وأمية بن خلف وزاد وعمارة بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله أنه قال سمعت رجلا يقرأ آية وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكما محسن إن من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم قال شعبة وحدثني مسعر عنه ورفعه إلى عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا حدثنا محمد حدثنا شعبة وعن سمكي بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا تصلح سفقتني في سفقة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا ومواكله وشهده وكاتبه حدثنا محمد حدثنا شعبة وعن سمكي قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن أبيه قال شعبة وأحسبوه قد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعين عشيرته على غير الحق مثل البعير رديا في بئر فهو يمد بذنا به حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن منصور عن أبي وإلن عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب صديقا ولا يزال يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب كذابا حدثنا محمد حدثنا شعبة وعن المغيرة عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آعفو الناس قطلة أهل الإيمان حثنا سريج بن نويرة عن علقمة عن أبن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعفو الناس قطلة أهل الإيمان حثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما قال قلت أمما مضأم مما بقي قال مما بقي حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية الكاهلي عن أبن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال فقال له عمر يا رسول الله ما مضأم مما بقي قال ما بقي حدثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن الحسني يعني ابن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذنت لك أن ترفع الحجاب وتصمع سوادي حتى أنهاك حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن سعدي بن عياض عن عبد الله قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع ذراع الشات وكان قد سمى في الذراع وكان يرى أن اليهود هم سموه حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا يحيى الجابر أبو الحارث للتيمي أن أبا ماجيد رجل من بني حنيفة حدثه قال قال عبد الله بن مسعود سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير الجنازة فقال السير ما دون الخبب فإن يكو خيرا تعجل إليه أو قال لتعجل إليه وإن يكس وذاك فبعدا لأهل النار الجنازة مطبوعة ولا تتبعوا ليس منا من تقدمها حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا علي بن الأقمر قال سمعت أبا الأحواص يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلق متى عن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيمين وقعود ويصلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى أرى بياض خبه ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذاك حثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن صماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبن مسعود قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومواكله وشهديه وكاتبه حثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن جامعي بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشاهد كما يعلمنا السورة من القرآن حثنا يحيى بن آدم عن شريك عن ثويري بن أبي فاختة عن أبيه عن عبد الله قال لب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملاء ما بين السماء والأرض حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أنا الرزاق ذو القوة المتينو حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع جنبه على فراشه قال لقني عذابك يوم تجمع عبادك حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر بأناس ليصلون معنا فتحرق عليهم بيوتهم حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل وأبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن ميموء عن عبد الله قال 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 أبو أحمد عن أبن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال منذ أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر أن يقول إذا قرأها ثم ركع بها أن يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا حثنا عبد الله بن يزهيد ويونس قال حدثنا داود يعني ابن الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحواص الجشمي قال بينما ابن مسعود يخطب ذات يومين فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة قال يونس بقضيبه حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه حثنا عبد الله بن يزيد ويونس قال حدثنا داود عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحواص الجشمي عن أبن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يلعن قوما قط فمسخهم فكان لهم نسل حين يهلكهم ولكن هذا خلق كان فلما غضب الله على اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم حسنا حجاج حدثنا شريك عن عاصمين عن أبي وإلين عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر واليقوت ما الله به عليم حسنا عبد الرزاق حدثنا معمر في قوله واتخذ الله إبراهيم خليل قال أخبرني عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي عن أبن مسعود أنه قال إن الله اتخذ صاحبكم خليلا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم حسنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن خالد بن ربعي الأسدي قال سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحبكم خليل الله عز وجل حسنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي الأسدي أنه سمع ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحبكم خليل الله عز وجل حسنا معاوية بن هشامين حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم خليل الله عز وجل حسنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك عن خالد بن ربعي قال قال عبد الله إن صاحبكم خليل الله عز وجل حسنا حجاج حدثنا شريك عن الركين بن الربيعي عن أبيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربع وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى كل حسنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقال رجل يا أبا عبد الرحمن مدكر أو مذكر قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم مدكر حناء الحجاج أنبأنا شريك عن الركين بن الربيعي عن القاسم بن حسان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة ففرس للرحمة وفرس للإنسان وفرس للشحيطان فأما فرس الرحمة فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الأنسان يتميس بطنها فهي تستر من فقر حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة حدثنا الركين عن أبي عمر الشيباني عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة فذكر الحديث حدثنا حجاج حدثنا سفيان حدثنا منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية الكاهلي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رحل إسلام ستزول بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلك فكسبيل من أهلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما قال قال عمرو يا رسول الله أبي ما مضى أم بما بقي قال بل بما بقي حانا حجاج قال سمعت إسرائيل بن يونس عن الولدي بن هشامين مولى الهمداني عن زيدي بن زائدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سلم الصدر قال وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فقسمه قال فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا أدار الآخرة فتثبت حتى سمعت ما قال ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك قلت لانا لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا وإني مررت بفلاء وفلاء وهما يقولاني كذا وكذا قال فحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه عليه ثم قال دعنا منك فقد أوذي موسى أكثر من ذلك ثم صبر حسن أبو النضر وحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصمين عن زر عن أبن مسعود قال أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة قال أما أنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر لها هذه الساعة غيركم قال وأنزل هؤلاء الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب حتى بلغ وما تفعل من خير فلن تكفروا هو الله عليم بالمتقين حسن أبو النضر حدثنا المسعودي حدثنا عاصم بن أبي النجودي عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال جاء ابن النواحة وابن أرثال رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما أتشهدان أن رسول الله قال نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما آمنت بالله ورسله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكم قال عبد الله قال فمضت السنة أن الرسل لا تقتلوا حان معاوية بن هشامين حدثنا سفيان عن الأعمشي عن إبراهيم عن علق متى عن عبد الله قال كنا نرى الآيات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بركات وأنتم ترونها تخويفا حثنا أبو النضر حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله أنه قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق لحاجته فجاء وقد أوقد رجل على قرية نمل إما في الأرض وإما في شجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم فعل هذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال اطفوها اطفوها حثنا أبو النضر حدثنا المسعودي عن سعيدي بن عمر بن جعدة عن أبي عبيدة عن عبد الله أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يذكروا ليلة الصهبوة فقال عبد الله أنا والله أذكرها يا رسول الله بأبي أنت وأمي وإن في يدي لتمرات أتسحر بهن مستطرا بمؤخرة رحلي من الفجر وذلك حين طلع القمر حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصمين عن زير عن عبد الله قالا لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير قال فأتاهم عمر فقالا يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يا أم بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء قال قلنا وما هو قال هممت أن أقعد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبن مسعود قال قلت يا رسول الله أي ظلم أعظم قال ذراع من الأرض ينتقسه من حق أخيه فليست حصات من الأرض أخذها إلا توقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها حدثنا أبو سعيد حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي عن أبن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أمن نسل اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يلعن قوما قط فمساخهم وكان لهم نسل حتى يهلكهم ولكن لها عز وجل غضب على اليهود فمساخهم وجعلهم مثلهم حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن عمري بن ميموء عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أنا الرزاق ذو القوة المتين حدثنا حسن بن موسى حدثنا أبن لهيعة عن خالدي بن أبي يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إبراهيم بن عبيدي بن رفاعة أن أبا محمد أخبره وكان من أصحاب أبن مسعود حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الشهداء فقال إن أكثر شهداء أمة أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته حسن الحسن بن موسى حدثنا أبن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي ظلمي أظلم قال ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس حصات من الأرض يأخذها أحد إلا توقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الله عز وجل الذي خلقها حسن عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا الركين عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن أبن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال الصفرة وتغيير الشيب وتختم الذهب وجر الإزار والتبرج بالزينة بغير محلها وضرب الكعاب وعزل الماء عن محله وفساد الصبي غير محرمه وعقد التمائم والرقاء إلا بالمعاوذات حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عمري بن ميموء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا على نفر من قريش سبعة فيهم أبو جهل وأومية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة وعقبة بن أبي محيط فأقسموا بالله لقد رأيتهم صرعا على بدر وقد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا حان أبو المنذر حدثنا عيسى بن دينار الخزاعي قال حدثني أبي أنه سمع عمرو بن الحارث الخزاعي يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمت معه ثلاثين حان أسود بن عامر حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن صعدي أو سعدي بن عياض عن عبد الله بن مسعود قال كان أحب العرق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع الشات وكان يرى أنه سمى في ذراع الشات وكنا نرى أن اليهود الذين سموه حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صعدي بن عياض عن أبن مسعود رضي الله عنه قال إن من البيان سحرا قال وكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى في ذراع شات سمته اليهود حدثنا أسود بن عامر حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعدي عن أبيه عن أبن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ومعه قارينه من الملائكة ومن الجن قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ولا يأمرني إلا بخير حسن حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال أتيت زر بن حبيش وعلي درباني فألقيت علي محبة منه وعنده شباب فقالوا لي سله فكان قاب قوسين أو أدنى فسألته فقال حدثنا عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وله ستمائة جناح حسن حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن المجالد عن الشعبي عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تملك هذه الأمة من خليفة فقال عبد الله بن مسعود ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اثنى عشر كعدة نقباء بني اسرائيل حسن يحيى بن اسحاق حدثنا ابن لهيعة عن قيسي بن الحجاجي عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة الجن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله امعك ماء قال مع نبي ذنف اداوة فقال اصبب علي فتوضأ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود شراب وطهور حدثنا حسن وأبو النظر وأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمني بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة قال اسود قال شريك قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي شيبة وسمعته انا من ابن ابي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الاعمشي عن ابي اسحاق عن ابي الاحواصي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطواب للغرباء قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل حفن يحيى بن اسحاق انبأنا حماد بن سلمة عن عاصمي بن بهدلتا عن ابي والن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رجلا لم يعمل من الخير شيئا قطو الا التوحيد فلما حضرته الوفة قال لأهله اذا انامت فاخذوني واحرقوني حتى تدعوني حمامة ثم اطحنوني ثم اذروني في البحر في يومين راح قال ففعلوا به ذلك قال فاذا هو في قبضة الله قال فقال الله عز وجل لهم حملك على ما صنعت قال ما خافتك قال فغفر الله له قال يحيى حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا عاريم بن الفضل حدثنا سعيد بن زيد حدثنا علي بن الحكم البناني عن عثمان عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن ابن مسعود قال جاء ابن مليكة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امنا كانت تقرم الزوجة وتعطف على الولاد قال وذكر الضيفة غير انها كانت وادت في الجاهلية قال امكما في النار فادبر والشر يرى في وجوههما فامر بهما فرد فرجع والسرور يرى في وجوههما رجيا ان يكون قد حدث شيء فقال ام مع امكما فقال رجل من المنافقين وما يغني هذا عن امه شيئا ونحن نطأ عقبيه فقال رجل من الانصار ولم ارى رجلا قد اكثر سؤالا منه يا رسول الله هل وعدك ربك فيها فيها او فيهما قال فظن انه من شيء قد سمعه فقال ما سألته ربي وما اطمعني فيه واني لا اقوم المقام المحمود يوم القيامة فقال الانصاري وماذاك المقام المحمود قال ذاك اذا جيء بكم عراطا حفة غرلا فيكون اول من يكسى ابراهيم عليه السلام يقول اكسو خليلي فيؤت بريطتين بيضاوين فلا يلبسهما ثم يقعد فيستقبل العرش ثم اوت بكسوتي فالبسها فاقوم عن يمينه مقاما لا يقومه احد غير يغبطني به الاولون والاخيرون قال ويفتح نهار من الكوثر الى الحوض فقال المنافقون فانهما جرى ماء قطو الا على حال او رضراض قال يا رسول الله على حال او رضراض قال حاله المسكو رضراضه التوم قال المنافق لم اصمعك اليوم قلما جرى ماء قطو على حال او او رضراض الا الا كان له نبت فقال الانصاري يا رسول الله هل له نبت قال نعم قطبان الذهب قال المنافق لم اصمعك اليوم فانه قلما نبت قضيب الا اورقا والا كان له ثمر قال الانصاري يا رسول الله هل من ثمر قال نعم الوان الجوهر وماءه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل ان من شرب منه مشربا لم يضمأ بعده وان حرمه لم يروى بعده حدثنا عارم عفان قال حدثنا معتمل قال قال ابي حدثني ابو تميمة عن عمر لعله ان يكون قد قال البكالية يحدثوه عمر عن عبدالله ابن مسعود قال عمر ان عبدالله قال استبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا حتى اتيت مكانا كذا وكذا فخط لي خطة فقال ليكن بين ظهري هذه لا تخرج منها فانك ان خرجتها لك تقال فكنت فيها قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذفة اوي ابعد شيئا اوي كما قال ثم انه ذكر هنينا كأنهم ازت قال عفان اوي اوي كما قال عفان ان شاء الله ليس عليهم ثياب ولا ارسواتهم تولا قليل لحموهم قال فاتوا فجعلوا يركبون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعل نبيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم قال وجعلوا يأتوني فيخيلون اوي يميلون حولي ويعتردون لي قال عبدالله فارعبت منهم رعبا شديدا قال فجلست اوي كما قال قال فلما انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون اوي كما قال قال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثقيلا وجعا اوي يكدوا ان يكون وجعا مما ركبوه قال اني لا اجدني ثقيلا اوي كما قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر اوي كما قال قال ثم ان هنينا اتوا عليهم ثياب بيض طوال اوي اوي كما قال وقد اغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبدالله فارعبت منهم اشده مما ارعبت المرة الاولى قال عارم في حديثه قال فقال بعضهم لبعض لقد اعطي هذا العبد خيرا اوي كما قالوا ان عينيه نئمتان اوي قال عينه اوي كما قالوا وقلبه يقضان ثم قال قال عارم نعفان قال بعضهم لبعض هلما فنضرب له مثلا اوي كما قالوا قال بعضهم لبعض اضرب له مثلا ونؤول نحن او نضرب نحن وتؤولون انتم فقال بعضهم لبعض مثله كمثل سيد ابتنى بنيانا حصينا ثم ارسل الى الناس بطعمين اوي كما قال فمن لم يأتي طعامه او قال لم يتبعه عذبه عذابا شديدا اوي كما قالوا قال الاخرون الاخرون اما السيد فهو رب العالمين واما البنيان فهو الاسلام والطعام الجنة وهو الداعي فمن اتبعه كان في الجنة قال عارم في حديثه اوي كما قالوا ومن لم يتبعه عذب اوي كما قال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ فقال ما رأيت يا ابنى ام عبد فقال عبد الله رأيت كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خفي علي مما قالوا شيء قال نبي الله صلى الله عليه وسلم هم نفر من الملائكة او قالوا من الملائكة او كما شاء الله حدنا عارم حدثنا عبد العزيز ابن مسلمين القسملي حدثنا سليمان الاعمش عن حبيبي ابن ابي ثابت عن يحيى ابن جعدة عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من اماء ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر فقال رجل يا رسول الله اني لا يعجبني ان يكون الثوبي غسيلا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا وذكر اشياء حتى ذكر علاقة صوته افام الكبر ذاكا يا رسول الله قال لا ذاك الجمال ان الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر من سفه الحق واصدر الناس حدثنا محمد بن الصباح حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيلي امرك من بعض رجال يطفيقون السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها قال ابن مسعود يا رسول الله كيف باذا ادركتهم قال ليس يا ابن ام عبد طاعة لمن عصل لها قالها ثلاث مرات وسمعت انا من محمد ابن الصباح مثله حثنا سليمان بن داود الهاشمي انباء انا اسماعيل اخبرني عمر بن ابي عمر عن عبيد الله وحمزة ابني عبد الله بن عطبة عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم ثم يقوم الى الصلاة ولا يمس ماء حثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر ويعني ابن ابي عمر عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة ابن مسعود عن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل لحما ثم قام الى الصلاة ولم يمس ماء عليه وسلم يأكل اللحم ثم يقوم الى الصلاة فما يمس قطرة ماء حثنا ابو سعيد حدثنا سليمان بن بلال عن عمر ابن ابي عمر عن حمزة ابن عبد الله بن عطبة ابن مسعود عن ابن مسعود قال رأيت رسول عبد الله صلى الله عليه وسلم اكل لحما ثم قام الى الصلاة ولم يمس ماء حثنا ابو سعيد حدثنا اسرائيل حدثنا ابو اسحاق عن عمر ابن ميموء عن عبد الله قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على صفوان ابن اميت ابن خلف وكان اميت اذا انطلق الى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال اميت لسعد انتظر حتى اذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فبينما سعد يطوف اذ اتاه ابو جهل فقال من هذا يطوف بالكعبة امنا قال سعد انا سعد فقال ابو جهل تطوف بالكعبة امنا وقد اويتم محمد عليه الصلاة والسلام فطلاحيا فقال اميت لسعد لا ترفع عن صوتك على ابي الحكم الحكم فانه سيد اهل الوادي فقال له سعد والله ان منعتني ان اطوف بالبيت لا اقطعن اليك متجرك الى الشام فجعل اميت يقول لا ترفع عن صوتك على ابي الحكم وجعل يمسكه فغضب سعد فقال دعنا منك فاني سمعت محمدا يزعم انه قاتلك قال اياي قال نعم قال والله ما يكذب محمد فلما خرج رجع الى امرأته فقال اما علمت ما قال لي الياثريبي فاخبرها فلما جاء الصريخ وخرج الى بدر قالت امرأته اما تذكر ما قال اخوك الياثريبي فاراد ان لا يخرج فقال له ابو جهل انك من اشراف الوادي فسر معنا يوما اوي يومين فسار معهم فقتله الله عز وجل حدثنا خلف ابن الوليد حدثنا اسرائيل اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو ابن ميموء عن عبد الله قال انطلق سعد ابن معاذ معتمرا على اميت ابن خلفي ابن صفوان وكان اميت اذا انطلق الى الشام ومر بالمدينة نزل على سعد فذكر الحديث الا انه قال فرجع الى ام سفوان فقال اما تعلم ما قال اخي الياثريبي قالت وما قال قال زعما انه سمع محمدا يزعم انه قاتل قالت فوالله ما يكذب محمد فلما خرجوا الى بدر وساقه حثنا حجين بن المثني حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ما وضع يمينه تحت خضه وقال اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك حدثنا حجين بن المثن حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله انه كان في المسجد يدعو فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو فقال سل تعطه وهو يقول اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى غرف الجنة جنة الخد حثنا وكيع عن سفيانا عن ابي حصيء ان عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة فان الشيطان لا يتمثل على صورة حدثنا وكيع عن سفيانا عن ابي اسحاق عن ابي الاحواصي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حثنا وكيع حدثنا سفيانا عن ابيه عن ابي اضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي ولاة وان ولي منهم ابي وخليل رب ابراهيم قال ثم قرأ ان اولى الناس بابراهيم الى اخر الاية حثنا عبد الملك ابن عمر ومؤمل قال حدثنا سفيان عن سماك عن عبد الرحمة عن عبد الله قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء قال عبد الملك من ادمين في نحو من اربعين رجلا فقال انكم مفتوح عليكم منصورون ومصيبون فمن ادرك ذلك منكم فليتقلها وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر وليصل رحمه من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير رديا في بئر فهو ينزع منها بذنابه حثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيانا عن منصور عن سالم ابن ابي الجعدي عن ابيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قارينه من الجن وقارينه من الملائكة قالوا واياكا يا رسول الله قال وايايا لكن الله اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير حنى عبد الرحمن عن همامين عن عاصمين عن ابي والن عن عبد الله قال سمعت رجلا يقرأ حم الثلاثين يعني الاحقاف فقرأ حرفا وقرأ رجل اخر حرفا لم يقرأه صاحبه وقرأت احرفا فلم يقرأها صاحبي فانطلقنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال لا تختلف فانما هلكمان كان قبلكم باختلافهم ثم قال انظروا اقرأكم رجلا فاخذوا بقراءته حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن ابي زياد وعن ابي سعد عن ابي الكنود قال اصبت خاتما من ذهب في بعض المغازي فلبسته فاتيت عبد الله فاخذه فوضعه بين لحييه فمضغه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتختم بخاتم الذهب او قال بحلقة الذهب حثنا يزيد اخبرنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة النجم فما بقي احد من القوم الا سجد الا شيخ اخذ كفا من حصا فرفعه الى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيته قتل كفرا حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن عمرنا بن حسين عن ابن مسعود قال اكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم غدونا اليه فقال عرضت علي الانبياء الليلة باممها فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة والنبي ومعه العصابة والنبي ومعه النفر والنبي ليس معه احد حتى مر علي موسى معه كبكبة من بني اسرائيل فاعجبوني فقلت من هؤلاء فقيل لهذا اخوك موسى معه بن اسرائيل قال قلت فاين امتي فقيل لي انظر عن يمينك فنظرت فاذا الضراب قد سد بوجوه الرجال ثم قيل لي انظر عن يسارك فنظرت فاذا الافق قد سد بوجوه الرجال فقيل لي ارضيت فقلت رضيت يا ربي رضيت رضيت يا ربي قال فقيل لي ان مع هؤلاء سبعين الف ان يدخلون الجنة بغير حساب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدا لكم ابي وامي ان استطعتم ان تكونوا من السبعين الالف ففعلوا فان قصرتم فكنوا من اهل الضراب فان قصرتم فكنوا من اهل الافق فاني قد رأيت ثمان سنية هاوشون فقام عكاشة بن محسى فقال ادعوا لها لي يا رسول الله ان يجعلني من السبعين فدعا له فقام رجل اخر فقال ادعوا لها يا رسول الله ان يجعلني منهم فقال قد سبقك بها عكاشة قالا ثم تحدثنا فقلنا من ترون هؤلاء السبعون الالف قوم ولدوا في الاسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالا هم الذين لا يجتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون حسنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلم يجيد ماء فأتي بتور من ماء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده وفرج بين اصابعه قال فرأيت الماء يتفجر من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حي على الوضوء والبركة من الله قال الاعمش فاخبرني سالم بن ابي الجعد قال قلت لجابير بن عبد الله كم كان الناس يومئذ قال كنا الفا وخمسمائة حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن منصور عن ابي وايل عن عبد الله بن مسعود قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي ان اعلم اذا احسنت واذا اسأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعت جيرانك يقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم يقولون قد اسأت فقد اسأت حثنا حجاج انباء شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اكل الربا ومواكله وشهديه وكاتبه قال وقال ما ظهر في قومين الربا والزين الا احلوا بانفسهم عقاب الله عز وجل حتنا يحيى بن زكريا عن اسرائيل عن ابي فزارة عن ابي زيد مولى عمر بن حريث عن ابن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم الليلة لقي الجن فقال امعك ماء فقلت لا فقال ما هذا في الاداوة قلت نبيذ قال لا ارينيها تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ منها ثم صلى بنا حثنا اسود بن عامر اخبرنا ابو بكر عن عاصمين عن ابي وائل قال قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل لله ندا جعله الله في النار وقال واخرى اقولها لم اسمعها منه من مات لا يجعل لله ندا ادخله الله الجنة وان هذه الصلاوات كفارات لما بينهن ما اجتنب المقتل حثنا اسود بن عامر انباءنا ابو بكر عن عاصمين عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني فراطكم على الحوض واني سانازع رجالا فاغلب عليهم فاقول يا ربي اصحابي فيقال لا تدري ما احدث بعدك حثنا روح حدثنا سعيد عن عبد السلام عن حماد عن ابراهيم عن علق متى عن ابني مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطل ويصلي ركعتين لا يدعه ما يقول ليزيد عليه ما يعني الفريضة حثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت عاصم يحدث عن زر عن ابني مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الرحمن ابن عبد الله عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حثنا يحيى ابن ادم حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن ابي الاحواص عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومين يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم قال زهير حدثنا ابو اسحاق انه سمعه من ابي الاحواص حثنا ابو النضر حدثنا الاشجعي عن سفيانا عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله وابي موسى الاشعاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة اياما يرفع فيهن العلم وينزل فيهن الجهل ويكثر فيهن الهرج قال والهرج القتل حثنا سليمان بن داود حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن ابي عياض عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات اللذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قومين نزلوا ارض فولات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فاجهجوا نانا وانضجوا ما قذفوا فيها حثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصمين عن زر عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اري الامم بالموسم فراثت عليه امته قال فاريت امتي فاعجباني كثرتهم قد ملاء الساهل الجبل فقيل لي ان مع هؤلاء سبعين الف يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة يا رسول الله ادعو لها ان يجعلني منهم فدعا له ثم قام يعني اخر فقال يا رسول الله ادعو لها ان يجعلني معهم قال سبقك بها عكاشة حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصمين عن زر عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له كيف تعرف من لم يرك من امتك فقال انهم غر محجلون بلق من اثار الوضوء حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا ابو اسحاق الهمداني عن ابي الاحواصي عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الى السماء الدنيا ثم يفتح ابواب السماء ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعتص له ولا يزال كذلك حتى يستعى الفجر حدثنا ابو احمد حدثنا ابان ابن عبد الله البجلي عن كريم ابن ابي حازمين عن جدته سلمة بنت جابر ان زوجها استشهد فاتت عبد الله ابن مسعود فقالت ان امرأة قد استشهد زوجي وقد خطبني الرجال فابيت ان اتزوج حتى القاه فترجولي ان اجتمعت انا وهو ان اكون من ازواجه قال نعم فقال له رجل ما رأيناك نقلت هذا مذقى عدناك قالا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اسرع امتي بلحوقا في الجنة امرأة من احمس حنا محاضر ابو المورع حدثنا عاصم عن عوسجة ابن الرماحي عن عبد الله ابن ابي الهوذيلي عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم احسنت خلقي فاحسن خلقي حدثنا حسن اسود ابن عامر حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن ابيه قال اتيت ابا جهل وقد جرح وقطعت رجله قال فجعت اضربه بسيفي فلا يعمل فيه شيئا قيل لشريك في الحديث وكان يذب بسيفه قال نعم قالا فلم ازل حتى اخذت سيفه فضربته به حتى قتلته قالا ثم قالا اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قد قتل ابو جهل وربما قالا شريك قد قتلت ابا جهل قالا انت رأيته قلت نعم قالا فاذهب حتى انذره اليه فذهب فاتاه وقد غيرت الشمس منه شيئا فامر به وباصحابه فسوحب حتى انقوا في القليب قال واتبع اهل القليب لعنة وقالا كان هذا فرعون هذه الامة حدثنا اسود حدثنا زهير زهير عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذا فرعون امتي حثنا طلق بن غنامي بن طلق حدثنا زكريا بن عبد الله بن يزيد عن ابيه قال حدثني شيخ من بني اسد اما قال شقيق واما قال زر عن عبد الله قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لي هذا الحي من ان خعي او قال يثني عليهم حتى ثمنيت اني رجل منهم حثنا ابو سلمة انبأنا عبد العزيز بن محمد عن عمر يعني ابن ابي عمر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل اللحمة ثم يقوم الى الصلاة فما يمس قطرة من ماء حان ابو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن عطائي ابن سائب عن ابي عبد الرحمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتعوذ من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه قال وهمزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبرياء حثنا خلف بن الوليد حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى اصفرت او احمرت الشمس فقال شغلونا عن صلاة الوسطى ملأ الله اجوافهم او حشاء الله اجوافهم وقبورهم نارا حثنا عبد الله بن محمد بن ابي شيبة وسمعته انا من عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطائي بن سائب عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه فهمزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر حان يحيى بن ابي بكير حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصمين عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في اخر الزمان اسفهاء الاحلام احداث او قال حدثاء الاسنان يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن باسنتهم لا يعدوا تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق الساهم من الرمية فمن ادركهم فليقتلهم فان في قتلهم اجرا عظيما عند الله لمن قتلهم حدثنا يحيى بن ابي بكير حدثنا زائدة وعن عاصمي بن ابي النجود عن زر عن عبد الله قال اول من اظهر اسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سمية وصحيب وبلال والمقداد فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه ابي طالب واما ابو بكر فمنعه الله بقومه واما سائرهم فاخذهم المشركون فالبصوهم ادرع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم انسان الا وقدوتاهم على ما ارادوا الا بلال فانه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فاعطوه الودان واخذوا يطفون به شعاب مكة وهو يقول احد احد حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة حدثنا الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد ان عبد الله حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذنك علي ان ترفع الحجاب وان تستمع سوادي حتى انهاك حنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة قال قال سليمان سمعتهم يذكرون عن ابراهيم ابن سويد عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنك علي ان تكشف السطرة حدنا ابو قطى ان حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق انسان الى غيضة فاخرج منها بيض حمرة فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس اصحابه فقال ايكم فجع هذه فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اردده حدثنا يزيد اخبرنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فذكر مثله وقال رده رحمة لها حثنا سليمان بن داود الهاشمي انبأنا ابو بكر بن عياش حدثنا عاصم عن ابي وايل عن ابني معيز السعدي قال خرجت اسقي فرسا لي في السحر فمررت بمسجد بني حنيفة وهم يقولون ان مسيلمة رسول الله فاتيت عبد الله فاخبرته فبعث الشرطة فجاءوا بهم فاستتابهم فتابوا فخل سبيلهم وضرب عنق عبد الله بن النواحة فقالوا اخذت قوما في امر واحد فقتلت بعضهم وتركت بعضهم قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم عليه هذا وابن اثالي بن حجر فقال اتشهدان اني رسول الله فقال نشهد ان مسيلمة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بالله ورسله لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما فلذلك قتلته حثنا محمد بن سابق حدثنا اسرائيل عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيب الداعية ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين حثنا محمد بن سابق حدثنا اسرائيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علق متى عن عبد الله بن مسعود قال قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعاء ولا بلعاء ولا الفاحش البذيء وقال ابن سابق مرة بالطعاني ولا بلعاني حثنا محمد بن سابق حدثنا عيسى بن دينار حدثني ابي انه سمع عمرو بن الحريث يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وعشرين اكثر مما صمت معه ثلاثين حثنا معاوية بن عمر نحدثنا زائدة عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا معا عبد الله وابي موسى وهما يتحدثان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة ايام يرفع فيها العلم وينزل فيهن الجهل ويظهر فيهن الهرج والهرج القتل حثنا معاوية بن عمر نحدثنا زائدة حدثنا فنعاصم عن زر عن عبد الله قالا لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قالت الانصار منا امير ومنكم امير فا اتاهم عمر فقالا يا معشر الانصار الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يا ام الناس قالوا بل قال فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بكر قالت الانصار نعوذ بالله ان نتقدم ابا بكر حثنا معاوية حدثنا زائدة عن عاصم ابن ابي النجودي عن زر عن عبد الله قال لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد اسود فمات فا اوذنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا هل ترك شيئا فقالوا ترك دي نارين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتاني حثنا معاوية حدثنا زائدة عن عاصم ابن ابي النجودي عن شقيق عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من شرار الناس من تدركه الساعة وهم احياء ومن يتخذ القبور مساجدة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عبد الرحمن ابن عابص قال حدثنا رجل من همدان من اصحاب عبد الله وما سماه لنا قال لما اراد عبد الله ان يأتي المدينة جمع اصحابه فقال والله اني لا ارجو ان يكون قد اصبح اليوم فيكم من افضل ما اصبح في اجناد المسلمين من الدين والفقه والعلم بالقرآن ان هذا القرآن انزل على حروف والله ان كان الرجلان ليختصماني اشد ما اختصما في شيء قد طوف اذا قال القارئ هذا اقرأني قال احسنت واذا قال الاخر قالك اليكما محسن فاقرأنا ان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة والكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار واعتبر ذاك بقول احدكم لصاحبه كذب وفجر وبقوله اذا صدقه صدقت وبررت ان هذا القرآن لا يختلف ولا يستشن ولا يدفه لكثرة الرد فمن قرأه على حرف فلا يدعه رغبة عنه ومن قرأه على شيء من تلك الحروف التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدعه رغبة عنه فانه من يجحد بآية منه يجحد به كله فانما هو كقول احدكم لصاحبه اعجل وحي هلا والله لو اعلم رجلا اعلم بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم مني لطلبته حتى ازداد علمه الى علمي انه سيكون قوم يميتون الصلاة فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعارض بالقرآن في كل رمضان واني عرضت في العام الذي قبض فيه مرتين فانبأني اني محسن وقد قرأت من من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة حثنا وكيع عن سفيانا عن ابي اسحاق عن خمير بن مالك عن عبد الله قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وان زيد بن ثابت له ذؤابة في الكتاب حثنا هاشم حدثنا شيبان عن عاصمين وحدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من جهنم قال احده من النار حثنا ابو النظر حدثنا شريك عن عياش العامري عن الاسود ابن هلال عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه الا للمعرفة حثنا هاشم وحسين المعنى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي الاحواص والاسود ابن يزيد عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يبدو بياض خده الايمن وعن يساره بمثل ذلك حثنا هاشم وحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصمين عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فراتكم على الحوض ولا انازعنا رجالا من اصحابي ولا اغلبان عليهم ثم ليقالن لي انك لا تدري ما احدث بعدك حثنا اسود ابن عامر انباء شريك عن ابي اسحاق عن صلة عن عبد الله ان رسول مسيل متى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اتشهد اني رسول الله فقال له شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا اني لا اقتل الرسل او لو قتلت احدا من الرسل لقتلتك حثنا ابو احمد حدثنا صفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحواص عن عبد الله قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد نعت له الكي فقال اكوه او ارضفوه حثنا ابو احمد حدثنا صفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فهل من مدكر حثنا الحسن بن يحيى من اهل مرو حدثنا الفضل بن موسى عن صفيان الثوري عن سماك عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت من امرأة كل شيء الا اني لم اجمعها قال فانزل الله اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن صفيان عن عاصمين عن ابي وائل عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لولا اناك رسول لقتلتك حدثنا امية بن خالد حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الله قد قتال ابا جهل فقال الحمد لله الذي نصر عبده واعز دينه وقال مرة يعني امية صدق عبده واعز دينه حثنا ابو النظر حدثنا ابو معاوية يعني شيبان عن ابي اليعفور عن ابي الصلتي عن ابي عقرب قال غدوت الى ابني مسعود ذات غدات في رمضان فوجدته فوق بيته جالسا فسمعنا صوته وهو يقول صدق الله وبلغ رسوله فقلنا سمعناك تقول صدق الله وبلغ رسوله فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الليلة القدر في النصف من السبع الاواخر من رمضان تطلع الشمس غدات اذ صافية ليس لها شعاع فنظرت اليها فوجدتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عفان حدثنا ابو عوانة حدثنا ابو يعفور عن ابي الصلتي عن ابي عقرب الاسدي قال غدوت على عبدالله ابني مسعود فذكر معناه حدثنا ابو النظر حدثنا ابو عقيل حدثنا مجالد عن الشعبي عن مسروق قال كنا عبدالله جلوسا في المسجد يقرئنا فاتاه رجل فقال يا ابن مسعود هل حدثكم نبيكم كم يكون من بعده خليفة قال نعم كعدة نقباء بني اسرائيل حدثنا ابو النظر وحسن قال حدثنا شيبان عن عاصمين عن زر عن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايامين من غرتي كل هلال وقل ما كان يفطر يوم الجمعة حان محمد بن بشر حدثنا سعيد حدثنا قتادة عبد الوهابي عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي الاحواصي عن عبدالله بن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره سمعنا مناديا ينادي الله اكبر الله اكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة فقال اشهد ان لا اله الا الله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج من النار قال فابتدرناه فاذا هو صاحب ماشية ادركته الصلاة فنادى بها حسنا زيد بن حباب حدثني حسين حدثني عاصم بن بهدلة قال سمعت شقيق ابن سلمة يقول سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على صدرة المنتهى سمعتها وله ستمائة جناح قال سألت عاصما عن الاجنحة فابا ان يخبرني قال فاخبرني بعض اصحابه ان الجناح ما بين المشرق والمغرب حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثني حسين حدثني شقيق قال سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل في خضر معلق به الدر حان ابو النضر حدثنا محمد بن طلحة عن الولدي بن قيسين عن اسحاق ابن ابي الكهتة التي قال محمد اظنه عن ابن مسعود انه قال ان محمدا لم يرى جبريل في سورته الا مرتين اما مرة فانه سأله ان يريه نفسه في سورته فاراه سورته فسد الافق واما الاخرى فانه صعد معه حين صعد به وقوله وهو بالافق الاعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى قال فلما احس جبريل ربه عاد في سورته وسجد فقوله ولقد رأاه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ثم يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأاه من ايات ربه الكبرى قال خلق جبريل عليه السلام حثنى اسود ابن عامر حدثنى ابو بكر عن عاصمين عن ابي وائل قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول من جعل لله ندا جعله الله في النار قال واخرى اقولها لم اسمعها منه ومن مات لا يجعل لله ندا ادخله الله عز وجل الجنة وان هذه الصلاوات كفارات لما بينهن ما اجتوني بل مقتلوا حثنى اسود ابن عامر انباءنا ابو بكر عن عاصمين عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واني فراطكم على الحوض واني سنازع رجالا فاغلب عليهم فاقول يا ربي اصحابي فيقول انك لا تدري ما احدث بعدك حدثنا روح حدثنا سعيد عن عبد السلام عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطل ويصلي الرجعتين لا يدعه ما يقول ليزيد عليه ما يعني الفريضة حثنا عبد السمد حدثنا ابان حدثنا عاصم عن ابي وائل عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي او قتل نبيا وامام ضلالة وممثل من الممثلين حثنا ابو احمد الزبيري حدثنا بشير بن سلمان كان ينزل في مسجد المطمورة عن سيار ابي حمزة عن طارق بن شيهاب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبته فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقة هو من انزلها بالله عز وجل او شك الله له بالغنى اما اجل عاجل او غنى عاجل حثنا ابو احمد الزبيري حدثنا بشير بن سلمان عن سيار عن طارق بن شيهاب قال كنا عند عبد الله جلوسا فجاء رجل فقال قد اقيمت الصلاة فقام وقمنا معه فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبر وركع وركعنا ثم مشينا وصنعنا مثل الذي صنع فمر رجل يسرع فقال عليك السلام يا ابا عبد الرحمن فقال صدق الله ورسوله فلما صلينا ورجعنا دخل إلى اهله جلسنا فقال بعضنا لبعض اما سمعتم رده على الرجل صدق الله وبلغت رسله ايكم يسأله فقال طارق انا اسأله فسأله حين خرج فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ان بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو تجارة حتى تعين المرأة زوجها على تجارة وقطع الارحم وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق والظهور القلم حان ابو احمد حدثنا عيسى بن دينار عن ابيه عن عمرو بن الحارث بن ابي ضرار الخزاعي قال سمعت عبدالله بن مسعود يقول ما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين اكثر مما صمت معه ثلاثين حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن محمد ابن اسحاق عن عبدالرحمني بن الاسود حدثه عن ابيه ان ابن مسعود حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمتا ما ينصرف من الصلاة على يساره الى الحجرات حدثنا عبدالرزاق اخبرنا سفيان عن الاعمش عن عبدالله بن مرة عن ابي الاحواصي عن عبدالله قال لان احلف تسعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا احب الي من ان احلف واحدة انه لم يقتل وذلك بان الله جعله نبيا واتخذه شهيدا قال الاعمش فذكرت ذلك لابراهيم فقال كانوا يرون ان اليهود سموه ابا بكر حدثنا عبدالرزاق انباءنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمني قالا كان عبدالله يرمي الجمرة من المسيل فقلت امنها هنا ترميها فقالا منها هنا والذي لا اله غيره رماها الذي انزلت عليه سورة البقرة حدنا عبدالرزاق اخبرنا سفيان عن الاعمش عن عمارة عن وهبي بن ربيعة عن عبدالله بن مسعود قال اني لمستطير باستار الكعبة اذ جاء ثلاثة نفر ثقافي وختنه قراشيان كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فتحدثوا بينهم بحديث قالا فقالا احدهم ترى ان الله عز وجل يسمع ما قلنا قال الاخر اراه يسمع اذا رفعنا ولا يسمع اذا خافضنا قال الاخران كان يسمع شيئا منه انه لا يسمعه كله قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانزل الله عز وجل وما كنتم تستطرون ان يشهد عليكم سمعكم حتى الخاسرين حثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن العيزار بن جرول الحضرامي عن رجل منهم يكن ابا عمير انه كان صديقا لعبدالله بن مسعود وان عبدالله بن مسعود زره في اهله فلم يجده قال فاستأذن على اهله وسلم فاستسق قال فبعثت الجرية تجيئه بشراب من الجران فابطأت فلعنتها فخرج عبدالله فجاء ابو عمير فقال يا ابا عبدالرحمني ليس مثلك يغار عليه هل سلمت على اهل اخيك وجلست واصبت من الشراب قال قد فعتوا فارسلت الخادمة فابطأت اما لم يكن عندهم واما رغبوا فيما عندهم فابطأت الخادمة فلعنتها وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اللعنت الى من وجهت اليه فان اصابت عليه سبيلا او وجدت فيه مسلكا وان لا قالت قالت يا ربي وجهت الى فلاء فلم اجد عليه سبيلا ولم اجد فيه مسلكا فيقال لها ارجعي من حيث جئت فخشية ان تكون الخادم معذورة فترجع اللعنت فاكون سبابها حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابي اسحاق عن ابي الاحواصي عن ابن مسعود قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه او جوامع الخير وفواتحه وان كنا لا ندري ما نقول في صلاتنا حتى علمنا فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله حثنا عبد الرزاق انباء معمر عن ابي اسحاق عن ابي الاحواصي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا احدا خليلا لا اتخذت ابن ابي قحافة خليلا حثنا حميد بن عبد الرحمني حدثنا الحسن عن ابي اسحاق حدثنا ابو الاحواصي عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله حثنا عبد الرزاق انباءنا سفيان عن الاعمشي عن عبد الله بن مرة عن ابي الاحواصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ابرأ الى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا خليلا لا اتخذت ابن ابي قحافة خليلا وان صاحبكم خليل الله عز وجل حثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن الاعمشي عن عبد الله بن مرة عن الحارث بن عبد الله الاحوار قال قال عبد الله اكل الربا ومواكله وكاتبه وشهداه اذا علموا به والوشيمة والمستوشيمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد اعرابيا بعد هجرته من العنون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قال فذكرته لابراهيم فقال حدثني علقمة قال قال عبد الله اكل الربا ومواكله سواء حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن خصيف عن ابي عبيدة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف صف خلفه وصف موازي العدو قال وهم في صلاة كلهم قال وكبر وكبروا جميعا فصل بالصف الذي يليه ركعة وصف موازي العدو قال ثم ذهب هؤلاء وجاء هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم قام هؤلاء الذين صلى بهم الركعة الثانية فقد ضوى مكانهم ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء وجاء اولئك فقد ضوى ركعة حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن الاسود عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر او العصر خمسا ثم سجد سجدتي الساهوي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان السجدتان لمن ظن منكم انه زاد او نقص حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم قال قال عبد الله كنا نصلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى رجعنا من عند النجاشي فسلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاة شغلا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا مطرف عن ابي الجهمي عن ابي الرضراضي عن عبد الله بن مسعود قال كنت اصلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علي فلما كان ذات يومين سلمت عليه فلم يرد علي فوجدت في نفسي فلما فرغ قلت يا رسول الله اني اذا كنت سلمت عليك في الصلاة رددت علي قال فقال ان الله عز وجل لا يحدث في امره ما يشاء حسنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن منصور عن ابي وال عن ابن مسعود قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ايواخذ احدنا بما عمل في الجاهلية قال من احسن في الاسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن جابر عن ابي اضحى عن مسروق عن عبد الله قال ما نسيت فيما نسيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده ايضا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر وثوري عن اسحاق عن ابي الاحواص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابي الضحى حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بك يا عبد الله اذا كان عليكم امراء يضيعون السنة ويؤخرون الصلاة عن مقاتها قال كيف تأمرني يا رسول الله قال تسألني ابن ام عبد كيف تفعل لطاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل حدثنا عفان بن مسلمين حدثنا شعبة اخبرني الوليد بن العزاري بن حريث قال سمعت ابا عمر الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد الله ولم يسميه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال الصلاة على وقتها قال قلت ثم اي قال ثم بر الوليدين قال قلت ثم اي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال فحدثني بهن ولو استزدته لزادني حثنا عفان حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت ابا عبيدة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فلما نزلت اذا جاء نصر الله والفتح قال سبحانك اللهم اغفر لي انك انت التواب حثنا عفان حدثنا ابو عوان تحدثنا عبد الملك ابن عمير عن خالد ابن ربعي الاسادي انه سمع ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان صاحبكم خليل الله عز وجل حثنا عفان حدثنا جرير بن حازمين قال سمعت ابا اسحاق يحدث عن عبد الرحمن ابن يزيد قال حججنة مع ابن مسعود في خلافة عثمان قال فلما وقفنا بعرفة قال فلما غابت الشمس قال ابن مسعود لو ان امير المؤمنين افاضل انا كان قد اصاب قال فلا ادري كلمة ابن مسعود كانت اسرعة او افاضة عثمان قال فاوضع الناس ولم يزد ابن مسعود على العنق حتى اتينا جميعا فصل بنا ابن مسعود المغربة ثم دع بعشائه ثم تعش ثم قام فصل العشاء الاخرة ثم رقد حتى اذا طلع اول الفجر قام فصل الغداء تقال فقلت له ما كنت تصلي الصلاة هذه الساعة تقال وكان يسفر بالصلاة قال اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وهذا المكان يصلي هذه الساعة حثنا خلف ابن الوليد حدثنا خالد عن عطائي ابن السائب عن شقيقي ابن سلمة عن عبدالله ابن مسعود قال جدب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء قال خالد معنا جدب إلينا يقول عابه ذمه حثنا عفان وبهزون قال حدثنا شعبة قال سعد بن إبراهيم أخبرني قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأولتين كأنه على الرطف قلت حتى يقوم قال حتى يقوم حثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أخبرنا عن أبي الأحواص قال كان عبدالله يقول إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل وقال عفان مرة جد ولا يعيد الرجل صبيا ثم لا ينجز له قال وإن محمدا قال لنا لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا حثنا علي بن عبدالله حدثنا حماد بن زيد عن أبانا بن تغلبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك حثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة وسمعته أنا من عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن إدريس عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حرث متوكي أن على عسيب فقام إليه نفر من اليهود فسألوه عن الروح فسكت ثم تلا هذه الآية عليهم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أطيتم من العلم إلا قليلا حنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنسي بن مالك عن أبن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسقفه النار مرة فإذا جاوزها أتفت إليها فقال تبارك الذي أنجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والأخين فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها فأشرب من مائها فيقول له الله يا أبن آدم فلا علي إذا أعطيتك هسألتني غيرها فيقول لا يا ربي ويعاهده أن لا يسأله غيرها قال وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن أحسن من الأولى فيقول أي ربي هذه فلا أشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولى فيقول أي ربي أدني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها قال بلى أي ربي هذه لا أسألك غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها منها فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يصرني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أي ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك فقال مما تضحك فقال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما أضحك فقالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك ربي حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقولوا إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قدير حثنا عفان حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زري بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال نحن نمشي عنك فقال ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما حثنا عفان حدثنا شعبة قال سليمان الأعمش أخبرني قال سمعت أبا وإلن قال سمعت عبد الله يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من القوم إن هذه القسمة ما يراد بها وجه الله عز وجل قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته قال فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه فقال يرحم الله موسى قد أذي بأكثر من ذلك فصبر حثنا عفان حدثنا شعبة قال زبيد ومنصور وسليمان أخبروني أنهم سمعوا أبا وإلن يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت لأبي وإلن مرتين أنت سمعته من عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم حنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أخبرنا قال سمعت أبا الأحواص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه كان يقول اللهم ما إني أسألك التقى والهدى والعفف والغنى حثنا عفان حدثنا مسعود بن سعد حدثنا خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في صدقة البقر إذا بلغ البقر ثلاثين ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر بقرة مسنة حثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الأعمش عن شقيقي بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقالا لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة وزيد بن ثابت غلام له ذؤابتني يلعب مع الغلمان حثنا عفان حدثنا شعبة أخبراني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا يقرأ آية على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده حتى ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم محسن لا تختلف أكبر علمي وإلا فمسعر حدثني بها فإن من قبلكم اختلفوا فيه فهلكوا حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن عبد الله قال سمعت رجلا يقرأ آية على غير ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلكما قد أحسن قال وغضب حتى عرف الغضب في وجهه قال شعبة أكبر ظن أنه قال لا تختلفوا فإن من قبلكم اختلفوا فيه فهلكوا حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحواص يقول كان عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عاصم عن زر أن رجلا قال لابن مسعود كيف تعرف هذا الحرف ماء غير ياسئ أم آسئ فقال كل القرآن قد قرأت قال إني لا أقرأ المفصل أجمع في ركعة واحدة فقال هذ الشعر لا أبا لك قد علمت قراء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يقرن قرنتين قرنتين من أول المفصل وكان أول مفصل أبن مسعود الرحمن حثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبن أذنان قال أسلفت علقمة الفيدرهامين فلما خرج عطاؤه قلت له أقضني قال أخيرني إلى قابل فأتيت عليه فأخذتها قال فأتيته بعد قال برحت بي قد منعتني فقلت نعم هو عملك قال وما شأني قلت أنك حدثتني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة قال نعم فهو كذاك قال فخذ الآن حثنا عفان حدثنا همام حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي أضحى عن مسروق عن أبن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني حثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثني الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إماء حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زري بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من أهل الصفة مات فوجد في بردته دين راني فقال النبي صلى الله عليه وسلم كي يتعني حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن أبن مسعود أنه قال في هذه الآية ولقد رأاه نزلة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت جبريل عند صدرة المنتهى عليه ستمائة جناح ينثر من ريشه التهوية للدر والياقوت حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سهيل بن أبي صالح وعبد الله بن عثمان بن خثيمين عن عون بن عبد الله بن عثمان بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم فطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فإنك انتكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فجعل عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف المعادة إلا قال الله لملائكته يوم القيامة إن عبدي عبدي قضع هدى إلي عهدا فأوفوه إياه فيدخله الله الجنة قال سهيل فأخبرت القاسم بن عبد الرحمني أن عونا أخبر بكذا وكذا قال ما في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها حانا عفان حدثنا شعبة أخبراني منصور قال سمعت خيثمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لأحد رجلين لمصل أو المسافر حانا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أخبرنا قال سمعت الأسود حد يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر بدالي حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا منصور عن شقيق عن عبد الله قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرجل مننا في صلاته السلام على الله السلام على فلاء يخص فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين إن الله عز وجل هو السلام فإذا قعد أحدكم في صلاته فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد في الصموات والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء أو ما أحب حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كنا إذا قعدنا في الصلاة قلنا السلام على الله السلام علينا من ربنا السلام على جبريل وميكا إلى السلام على فلاء السلام على فلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام فإذا قعدتم في الصلاة فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يتخير من الكلام ما شاء قال سليمان وحدثنيه أيضا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بمثله حانا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحواص وأبي عبيدة عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله حسنا مؤمل حدثنا سفيان عن عطاء يعني ابن سائب عن أبي عبد الرحمني عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله حسنا مؤمل حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك حدثنا مؤمل حدثنا إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال أن شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الجبل من بين فرجتي القمر حسنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن علق متاب بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألت لها لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة وأثار مبلوغة لا يعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله ولو سألت لها أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك قال فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مصخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسخ الله قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك حثن أسود بن عامر أنبأنا إسرائيل قال ذكر أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علي الشيطان فأخذته فخنقته حتى إني لا أجد برد لسانه في يدي فقال أوجعتني أوجعتني حثن أسود أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبن الأسود عن علقمة والأسود أنهما كان مع ابن مسعود فحضرت الصلاة فتأخر علقمة والأسود فأخذ ابن مسعود بأيديهما فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ثم ركع فوضع أيديهما على ركبهما وضرب أيديهما ثم طبق بين يديه وشبك وجعلهما بين فخذيه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله حدثناه حسين حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس فذكره حثن أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك قال أمير بالمصاحف أن تغير قال قال ابن مسعود من استطاع منكم أن يغل مصحفه فليغله فأن من غل شيئا جاء به يوم القيامة قال ثم قال قرأت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة فأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حثن أسود قال وأخبرنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن أبن مسعود قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران قال وأراد أن يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال أحدهما لصاحبه لا تلعنه فوالله لأن كان نبيا فلعن قال خلف فلعن لا نفلح نحن ولا عقبنا أبدا قال فأتياه فقال لا نلعنك ولكن نعطيك ما سألت فابعث معنا رجلا أمينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبعثنا رجلا أمينا حق أمي حق أمي قال فاستشرف لها أصحاب محمد قال فقال لكم يا أبا عبيدة بن الجراح قال فلما قف قال هذا أمين هذه الأمة حان أسود بن عامر وأبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال أبو أحمد إذا أوى إلى فراشه وضع يده لمن تحت خبضه قال أبو أحمد الأيمن عبادك حدثنا هو كيع بمعنه حثن يحيى بن إسحاق أخبرنا أبن لهيعة عن محمد بن عبد الله بن مالك عن سهل بن سعد الأنصري عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي مفصلاته عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خديه حسين بن محمد حدثنا فتر عن سلمة بن كهيل عن زيدي بن وهب الجهاني عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدوق يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغطا مثل ذلك ثم يبعث الله عز وجل إليه ملكا من الملائكة فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه واكتبه شقيا أو سعيدا ثم قال والذي نفسه عبد الله بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة غير ذراع ذراعا ثم تدركه السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين النار غير ذراعا ثم تدركه السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيموتوا فيدخل الجنة حان أبو نعيمين حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن قال التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانين فلما قبض قلنا السلام على النبي حان أبو نعيمين حدثنا أبو عميس قال سمعت علي بن الأقمر يذكر عن أبي الأحواصي عن عبد الله أنه قال من سره أن يلقى لها غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يناد بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضلتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المسجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع له بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولو رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى بهي هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة وعن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قلنا وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سليمان وحدثنا محمد بن طلحة مثله حثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا سعيد يعني ابن عبد الرحمن الجمحية عن موسى بن عقبة عن الأودي عن أبن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم على النار كل هيئ ليئ سهل قريب من الناس حثنا موسى بن داود أخبرنا زهير عن أبي الحريث يحيى الطيمي عن أبي ماجيد الحنفي عن عبد الله قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير الجنازة فقال السير ما دون الخبب فإن يكو خيرا يعجل أو تعجل إليه وإن يكو سوى ذلك فبعدا لأهل النار الجنازة متبوعة ولا تتبعوا ليس منا من تقدمها حثنا يحيى بن سعيد عن أبن عجلان قال حدثني عون بن عبد الله قال قال عبد الله إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهياه وأهداه وأتقاه حدثنا روح ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال روح حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله فرم الجمرة الكبرى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة حدثنا روح حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود استبتن الوادي وعترض الجمار اعتراضا وجعل الجبل فوق ظهره ثم رمى وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة حثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا زائدة حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد أسود فمات فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا هل ترك شيئا قالوا ترك دي نارين قال كيتاني حثنا أسباط وابن فضيل المعنى قال حدثنا مطرف عن أبي الجهمي عن أبي الرضراضي عن أبني مسعود قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فسلمت عليه ذات يومين فلم يرد علي شيئا فوجدت في نفسي فقلت يا رسول الله كنت أسلم عليك وأنت في الصلاة فترد علي واني سلمت عليك فلم ترد علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لها يحدث في أمره ما يشاء حثنا عبد الوهاب بن عطاء انبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزاري عن مسروق ان امرأة جاءت الى ابني مسعود فقالت انبأت انك تنهى عن الواصلة قال نعم فقالت اشيء تجده في كتاب الله ام سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحفي فما وجدت فيه الذي تقول قال فهل وجدت فيه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته قالت نعم قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن النامسة والوشرة والواصلة والوشيمة الا من داء قالت المرأة فلعله في بعض نسائك قال قال لها ادخلي فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت بأسا قال ما حفظت اذا وصية العبد الصالح وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه حاني اسود ابن عامر قال اخبرنا ابو بكر عن عاصمين عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقطط عمال امرئ مسلمين بغير حق لقيا لها عز وجل وهو عليه غضبان حاني اسود ابن عامر اخبرنا ابو بكر عن الاعمشي عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذرة من اماء حدثنا اسود اخبرنا ابو بكر عن الحسن ابن عمر وعن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليس بالعاني ولا الطعاني ولا الفاحشي ولا البذيء حثنا روح وعفان قال حدثنا حماد ابن سلمة قال عفان اخبرنا عطاء ابن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا عز وجل من رجلين رجل ثارى عن وطائه ولحافه من بين اهله وحيه الى صلاته فيقول ربنا يا ملائكتي انظروا الى عبد ثارى من فراشه ووطائه ومن بين حيه واهله الى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي ورجل انغزى في سبيل الله عز وجل فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى اهري قدامه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا الى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى اهري قدامه حتى روح حدثنا شعبة قال سمعت ابا اسحاق قال سمعت ابا الاحواص يحدث عن عبدالله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفف والغنى حتى روح وعفان المعنى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطائي ابن السائب عن ابي عبيدة ابن عبدالله ابن مسعود قال عفان عن ابيه ابن مسعود قال ان الله عز وجل ابطعث نبيه صلى الله عليه وسلم لي ادخال رجل الى الجنة فدخل الكنيسة فاذا هو بيهود واذا يهودي يقرأ عليهم التوراة فلما اتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم امسكوا وفي ناحيتها رجل مريض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لاكم امسكتم قال المريض انهم اتوا على صفة نبي فامسكوا ثم جاء المريض يحب حتى اخذ التوراة فقرأ حتى اتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وامته فقال هذه صفتك وصفة امتك اشهدوا اشهدوا ان لا اله الا الله وانك رسول الله ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الو اخاكم حثنا روح حدثنا حماد اخبرنا عطاء ابن السائب عن ابي عبيدة عن عبدالله ابن مسعود قال اياكم ان تقولوا مات فلان شهيدا او قتل فلان شهيدا فان الرجل يقاتل ليغنم ويقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه فان كنتم شهيدين لا محالة فاشهدوا للرهط الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صرية فقوتلوا فقالوا اللهم بلغنا بينا صلى الله عليه وسلم عنا انا قد لقناك فرضينا عنك ورضيت عنا حدثنا روح ومحمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت عميرة ابن عمير يحدث قال ابن جعفر او ابراهيم شعبة شكة عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبدالله ابن مسعود قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين ومع ابي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمير رضي الله عنه ركعتين فليت حظي من اربع ركعتين متقبلتان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عطبة عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيت الليلة اقرأ على الجن رفقاء بالحجوني حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا ابو عوانة ويحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة ابن جابر الاسدي قال انطلقت مع عجوز من بني اسد الى ابن مسعود فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتافلجات والمواشمات التي يغيرن خلق الله قال يحيى والموسمات التي حسن حدثنا شيبان عن عبد الملك عن العريان بن الهيثم عن قبيصة ابن جابر الاسدي قال انطلقت مع عجوز الى ابن مسعود فذكر قصة فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتافلجات والمواشمات التي يغيرن خلق الله عز وجل حسنا هشام بن عبد الملك حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال مسلمين اخاه كفر وسبابه فسوق حسنا هشام بن عبد الملك حدثنا ابو عوانة عن حسين قال حدثني ابراهيم عن نهيك بن سيناء السلمي انه اطى عبد الله بن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هذا مثل هذ الشعر او نثرا مثل نثر الدقل انما فصل لتفصلوا لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن عشرين سورة الرحمن والنجم على تأليف ابن مسعود كل سورتين في ركعة وذكر الدخان وعما يتساءلون في ركعة حسنا سليمان بن داود اخبرنا شعبة عن الاعمش سمع ابا وإلين يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لكل غادر لواء ويقال هذه غدرة فلاء حسنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ابا وإلين يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدكم أو بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي استذكر القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تافصيا من صدور الرجال من النعم من عقليها حسنا صفوان بن عيسى اخبرنا الحارث بن عبد الرحمن عن مجاهد عن ابن سخبرة قال غدوت مع عبد الله بن مسعود من منا إلى عرفات فكان يلبي قال وكان عبد الله رجلا آدم له ضافرا عليه مسحة أهل البادية فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس قالوا يا عرابي إن هذا ليس يوم تلبية إنما هو يوم تكبير قال فعند ذلك اتفت إلي فقال أجهل الناس أمنس والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل حثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمر بن ميموء عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يومين واحد فإنه كان يصلي ورهت من قريش جلوس وسل جزور قريب منه فقالوا من يأخذ هذا السلف يلقيه على ظهره قال فقال عقبة بن أبي محيط أنا فأخذه فألقاه على ظهره فلم يزل ساجدا حتى جاءت فطمة صلوات الله عليها فأخذته عن ظهره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عليك من قريش اللهم عليك بعطبة بن ربيعة اللهم عليك بشيبة بن ربيعة اللهم عليك بأبي جهلي بن هشامين اللهم عليك بعقبة بن أبي محيط اللهم عليك بأبي بن خلف خلف أو أميت بن خلف قال قال عبد الله فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا ثم سحبوا إلى القليب غير أبي أو أميت فإنه كان رجلا ضخما فتقطعه حتى أزهر بن سعد أخبرنا أبن عوين عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ولا أدري أقال في الثالثة أو في الرابعة ثم يخلف بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته حان عبد الصمد حدثنا همام قال حدثنا عاصم عن زير عن أبن مسعود أن الأمم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرضت عليه أمته فأعجبته كثرتهم فقيل إن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصمين عن زير عن أبن مسعود قال كان يوم بدر بين كل ثلاثة نفر بعير وكان زميل النبي صلى الله عليه وسلم علي وأبو لبابة قال وكان إذا كانت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركب حتى نمشي عنك فيقول ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما حان يحيى بن آدم حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني إن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد الثالثة فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين والقروثة وقال هذه ريكس حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان وذكرت تشاهد تشاهد عبد الله قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحواصي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنصور والأعمش وحماد عن أبي وإلن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد وعلقمة عن عبد الله أن رجلا أطاه فقال قرأت المفصلة في ركعة فقال بل هذذت كهذ الشعر أو كنثر الدقل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل كما فعلت كان يقرأ النظر الرحمن والنجم في ركعة قال فذكر أبو إسحاق عشر ركعات بعشرين سورة على تأليف عبد الله آخرهن إذا الشمس كورت والدخان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال لكنت مع عبد الله بن مسعود بجمع فصل الصلاتين كل صلاة وحدها بأذاء وإقامة والعشاء بينهما وصل الفجر حين سطع الفجر أو قال حين قال قائل طلع الفجر وقال قائل لم يطلع ثم قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا إن هتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان لا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا صلاة الفجر هذه الساعة حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملاء ما بين السماء والأرض حان يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلق متى عن عبد الله قالا كان رسول الله يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضع وأبو بكر وعمر ردوان الله عليهما ويسلمون على أيمانهم وشمائلهم السلام عليكم ورحمة الله حدثنا يحيى بن آدم وحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص وأبي عبيدة عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لوقتها وبر الوالدين الجهاد في سبيل الله ولو استزدت لزادني قال حسين استزدته حسين يحيى بن آدم حدثنا عبد الله بن إدريس أملاه علي من كتابه عن عاصم بن كولي بن عبد الرحمن بن الأسود حدثنا علق متى وعن عبد الله قال لعلما نارسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه ثم ركع وطبق بين يديه وجعلهما بين ركبتيه فبلغ سعداً فقال صدق أخي قد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا وأخذ بركبتيه حدثني عاصم بن كولي بن هكذا حسين يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علق متى عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا أدري زادة أو نقص ثم سلم وسجد سجدتين حسين يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه لب ليلة جمعاً ثم قال هاهنا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن يحيى بن عبد الله الجابر التيمي عن أبي الماجيد قال جاء رجل إلى عبد الله فذكر القصة وأنشأ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول رجل قطع في الإسلام أو من المسلمين رجل أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إن هذا سدق فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رماداً فقال بعضهم يا رسول الله أن يقول ما لك فقال وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم والله عز وجل عفو يحب العفو ولا ينبغي لي والأمر أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم قرأ وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال يحيى أملاه علينا سفيان أملاه أن حثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن يحيى الجابري عن أبي الماجيد الحنفي عن عبد الله قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير الجنازة فقال السير دون الخبب فإن يكو خيراً تعجل إليه وإن يكو سوى ذلك فبعداً لأهل النار الجنازة مطبوعة وليس منا من تقدمها حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك حدثنا علي بن الأقمر عن أبي الأحواص عن عبد الله قال لقد رأيتنا وما تقام الصلاة حتى تكامل بنا الصفوف فمن سره أن يلقى لها عز وجل غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث يناد بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله عز وجل قد شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى حثنا يحيى بن آدم حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن معدي كريب قال أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا تصم المائتين فقال ما هي معي ولكن عليكم من أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خبابة بن الأرت قال فأتينا خبابة بن الأرت فقرأها علينا حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن عاصمي بن أبي النجودي عن زري بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من الثلاثين من آلحم يعني الأحقى فقال وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين قال فرحت إلى المسجد فإذا رجل يقرأها على غير ما أقرأني فقلت من أقرأك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت لآخر أقرأها فقرأها على غير قراءتي وقراءتي صاحبي فانطلقت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن هذين يخالفان في القراءة قال فغضب وتمعر وجهه وقال إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف قال قال زر وعنده رجل قال فقال الرجل الرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما أقرأ فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف قال عبد الله فلا أدري أشيئا أسره إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علم ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والرجل هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه حثن يحيى بن آدم أخبرنا بشير أبو إسماعيل عن سيار أبي الحكم عن طارق عن عبد الله قال له يا أبا عبد الرحمن تسليم الرجل عليك فقلت صدق الله ورسوله قال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين يدي الساعة تسليم الخاصة وتفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على تجارة وتقطع الأرحام حثن يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا الظهر أو العصرف لما انصر فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة قال لا قال فإنك صليت خمسا قال فسجد سجدتي الساهوي ثم قال إنما أنا بشر أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون حثن أسباط قال حدثنا الشيباني عن المسيبي بن رافع عن أبن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من قتال حية فله سبع حسنات ومن قتل وازغا فله حسنة ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا حثن أسباط حدثنا أشعث عن كردوس عن أبن مسعود قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء فنزل فيهم القرآن وأنذر به الذين يخافنا أن يحشروا إلى ربهم إلى قوله والله أعلم بالظالمين حدنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيسين عن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عنه ثم رخص لنا بعض في أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين حان عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن عمرنا بن حسين عن عبد الله بن مسعود أنه قال تحدثنا ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكرهنا الحديثة ثم رجعنا إلى أهلنا فلما أصبحنا غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرضت علي الأنبياء بأممها وأتباعها من أممها فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة من أمته والنبي معه العصابة من أمته والنبي معه النفر من أمته والنبي معه الرجل من أمته والنبي ما معه أحد حتى مر علي موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم في كبكبة من بني إسرائيل فلما رأيتهم عجبوني قلت يا رب من هؤلاء فقال هذا أخوك موسى بن عمران ومن معه معه من بني إسرائيل قلت يا رب فأين أمتي قال انظر عن يمينك فإذا الضراب ضراب مكة قد سد بوجوه الرجال قلت من هؤلاء يا رب قال أمتك قلت رضيت رب قال أرضيت قلت نعم قال انظر عن يسارك قال فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال فقال رضيت قلت رضيت قيل فإن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة لا حساب لهم فأنشأ عكاشة بن محسى أحد بني أسدي بن خزيمة فقال يا نبي الله أدعو لها أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم ثم أنشأ رجل آخر فقال يا رسول الله أدعو لها أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة تحدثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام عن قتادة عن الحسن عن عمرنا بن حسين عن عبد الله بن مسعود قال تحدثنا ذات ليلة فذكر معناه معناه وحدثنا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمرنا بن حسين أن أبن مسعود قال تحدثنا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فذكره حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن قتادة عن الحسن والعلى بن زياد عن عمرنا بن حسين عن عبد الله بن مسعود قال تحدثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى أكرين الحديث فذكره حسن عبد الصمد حدثنا حفص يعني ابن غياث حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية بمنا حسن عبد الصمد وحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن عاصمين عن زري بن حبيش عن أبن مسعود أنه كان يجتني سوى كان من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحك قال يا نبي الله من دقة ساقيه فقال والذي نفس بيده لهما أثقل في الميزان من أحد حسن عبد الصمد وعفان المعنى قال حدثنا حماد قال عفان أخبرنا عاصم عن زر عن أبن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف وأقرأها رجلا آخر فخالفني في آية فقلت له من أقرأكها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في نفر فقلت يا رسول الله ألم تقرئني آية كذا وكذا فقال بل قال قلت فإن هذا يزعم أنك أقرأتها إياه كذا وكذا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل الذي عنده ليقرأ كل رجل منكم كما سمع فإنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف قال فوالله ما أدري رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أم؟ هو قاله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن عاصمين عن زير زير عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه وقال فغضب وتمعه روجهه وقال إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد عن عاصمين عن زير عن أبني مسعود أن رجلا من أهل الصفة مات فوجدوا في بردته دينارين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتاني حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عاصم عن أبي وإل عن أبني مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء فقال لهن ما من كن امرأة يموت لها ثلاثة إلا أدخلاها الله عز وجل الجنة فقالت أجلهن امرأة يا رسول الله وصاحبة الاثنين في الجنة قال وصاحبة الاثنين في الجنة حدنا عبد الصمد حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات حدثنا محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحواص الجشمي قال بينما ابن مسعود يخطب ذات يومين إذ مر بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتال حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه حدثنا عبد الصمد وروح قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحواص الجشمي عن أبن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يلعن قوما قد تقال روح فمسخهم فيكون لهم نسل حتى يهلكهم ولكن هذا خلق كان فلما غضب الله عز وجل على اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن أبي الأحواص عن أبن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال صلى الصلاة لمواقيتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني حدثنا عبد الصمد حدثنا مهدي حدثنا واصل عن أبي وإلن عن عبد الله قال إني لا أحفظ القرائن التي كان يقرن بينهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان عشرة سورة من المفصل وسورتين من آلح محدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن والعلاء بن زياد عن عمرنا بن حسين عن عبد الله بن مسعود قال تحدثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى أكرين الحديث فذكره حدثنا يحيى بن حمد حدثنا أبو عوانة عن الأعمشي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد قال فقال رجل من الأنصار أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقطاله قتلتموه وإن تكلم جلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لإن أصبحت صالحا لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسأله فقالا يا رسول الله إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقطاله قتلتموه وإن تكلم جلتموه وإن سكت سكت على غيظ اللهم أحكم قال فأنزلت آية لعاني قالا فكان ذاك الرجل أول من أبتلي به حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن الأعمشي عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت عبد الله رم الجمرة من بطن الوادي ثم قال هاهنا والذي لا إله غيره كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن الأعمشي عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبن مسعود قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ركعتين حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنازلت والمرسلات عرفا قال فإنا نتلقاها من فيه فخرجت حية من جحرها فابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال وقيت شركم ووقيتم شرها حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن الأعمشي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال وإن لا نتلقاها من فيه رطبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشاهد في الصلاة قال قل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال زهير حفظت عنه إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال فإذا قضيت هذا أو قال فإذا فعت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فقعد حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال لقومين يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال بيوتهم يتخلفون عن الجمعة حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الله عز وجل قد قتال أبا جهل فقال الحمد لله الذي نصر عبده وأعز دينه حسن إسحاق بن عيسى وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زري بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كنا في غزوة بدر كل ثلاثة منا على بعير كان علي وأبو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك فيقول ما أنتما بأقوى على المشي مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكم حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة فذكره بمعنى هو إسناده حان أبن نمير حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى صدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها ينتهي ما يصعد به من الأرض وقال مرة وما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها إذ يغشى السدرة ثم يغشى قال فراشل من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث خلال الصلوات الخمسة وخواتم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله عز وجل من أمته المقحمات حفن كثير بن هشمين عن فرات قال قرأت على عبد الكريم عن زياد بن الجراح عن عبد الله بن معقل قال كان أبي عند عبد الله بن مسعود فسامعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة حفن كثير حدثنا هشام عن أبي الزبير عن نفعي بن جبير بن مطعمين عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاشتد ذلك علي ثم قلت نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بناء الظهر ثم أقام فصلى بناء العصر ثم أقام فصلى بناء المغرب ثم أقام فصلى بناء العشاء ثم طاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما على الأرض عصابة يذكرون لها عز وجل غيركم حدثنا معمر بن سليمان الرقي حدثنا خصيف عن زياد بن أبي مريمى عن عبد الله بن معقل قال كان أبي عند ابن مسعود فسامعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي حصي عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال حدثنا عبد الله يوما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرعيد حتى رعيدت ثيابه ثم قال نحو ذا أو شبيها بذا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحسين بن عبد الرحمن وأبو هاشمين وحماد عن أبي وإلئن وعن أبي إسحاق عن أبي الأحواص والأسودي عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول في الصلاة نقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكا إلا قال فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إن الله هو السلام فإذا جلستم في ركعتين فقولوا التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال أبو وإلئن في حديثه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتها أصابت كل عبد صالح صالح في السماء وفي الأرض وقال أبو إسحاق في حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتها أصابت كل ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل فأحرقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن ذر عن وإل ابن مهانة عن أبن مسعود قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة فقامت امرأة ليست من عليات النساء فقالت يا رسول الله لما نحن أكثر أهل جهنم قال لأن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وإل عن أبن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن فإنه أشد تفاصيا من صدور الرجال من أن عمي من عقلها بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي حسنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن أبن مسعود قال جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن صاحبا لنا اشتكى فنكويه فسكت ساعة ثم قال إن شئتم فكوه وإن شئتم فارطفوه حسنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص وصيعا أبن مسعود قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يجذب حتى يكتب كذابا أو يصدق حتى يكتب صديقا حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال 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 عبد الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ليس لنا شيء فقالا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له جاء حثنا يعلى وابن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله يوم عاشراء وهو يتغدى فقالا يا أبا محمد ادن للغداء قال أوليس اليوم عاشراء قال وتدريما يوم عاشراء إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان فلما أنزل رمضان ترك حثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا جلوسا عند عبد الله ومعنا زيد بن حدير فدخل علينا خباب فقالا يا أبا عبد الرحمن أكل هؤلاء يقرأ كما تقرأ فقالا إن شئت أمرت بعضهم فقرأ عليك قال أجل فقال لي اقرأ فقال ابن حدير تأمره يقرأ وليس بأقرأنا فقال أما والله إن شئت لا أخبرنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومك وقومه قال فقرأت خمسين آية من مريم فقال خباب أحسنت فقال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا هو قرأه ثم قال عبد الله لخباب أما أنا لهذا الخاتم أن يلقى قال أما إنك لا تراه علي بعد اليوم والخاتم ذهب دثنا أبو كامل حدثنا شريك عن الركين عن أبيه عن عبد الله رفعه لنا في أول مرة ثم أمسك عنه يعني شريك قال الربا وإن كثرة فإن عاقبته إلى قل دثنا أبو كامل ويزيد أخبرنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبدة النهدي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علما أنه سيطلعها منكم مطلع ألا وإني ممسك بحجازكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش والذباب قال يزيد الفراش أو اللذباب حدثنا روح حدثنا المسعودي قال أخبرنا أبو المغيرة عن الحسن بن سعد عن عبدة النهدي عن عبد الله بن مسعود فذكر الحديث وقال الفراش والذباب حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زري بن حبيش عن أبن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان زميله يوم بدر علي وأبو لبابة فإذا حانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك فيقول ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما حدثنا أبن فضيل حدثنا هارون بن عنترة عن عبد الرحمني بن الأسود قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله قال إنه سيليكم أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة فصلوها لوقتها ثم قام فصل بيني وبينه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قالا لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمين قالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه قالا ليس ذاكاء هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم حدثنا أبن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد وإما نقص قال إبراهيم وإما جاء نسيان ذلك من قبلي فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وماذاك قلنا صليت قبله كذا وكذا قال إنما أنا بشر إنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتيني ثم تحول فسجد سجدتيني حثن أبن نمير ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال أتى عبد الله الشام فقال له ناس من أهل حمصة اقرأ علينا فقرأ عليهم سورة يوسف فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت فقال عبد الله ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فقال أحسنت فبين هو يراجعه إذ وجد منه ريح الخمر فقال أتشرب الرجس وتكذب بالقرآن والله لا تزاولني حتى أجلدك فجلده الحد حثن أبن نمير أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله لما رأى عثمان صلب من أربع ركعات صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وخلف أبي بكر ركعتين وأمر ركعتين ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتان حثن أبن نمير أخبرنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال دخلنا على عبد الله وعنده علقمة والأسود فحدث حديثا لا أراه حدثه إلا من أجل كنت أحدث القوم صنا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب لا نجد شيئا فقالا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء حثني على حدثنا عمر بن ذر عن العيزار من تنعة أن أبن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجهت اللعنة توجهت إلى من وجهت إليه فإن وجدت فيه مسلكا ووجدت سبيلا حلت به وإلا جاءت إلى ربها فقالت يا ربي إن فلانا وجهني إلى فلاء وإني لم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا فما تأمروني فقالا ارجعي من حيث جئتي أدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن ذر عن وإلي ابني مهانة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا ولو من حولي كنا فإن كنا أكثر أهل جهنما يوم القيامة قال فقامت امرأة ليست من عليات النساء فقالت بما نحن أكثر أهل جهنما يوم القيامة قال فقال إن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة حتنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال وقلت من مات يشرك بالله شيئا دخل النار حتنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يطناج اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه حثنا أبو معاوية وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يطناج اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه حثنا أبو معاوية وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره يأذن لنا قال فجاء يزيد بن معاوية النخعي فدخل عليه فقلنا له أعلمه بمكاننا فدخل فأعلمه فلم يلبث أن خرج إلينا فقال أني لا أعلم مكانكم فأدعكم على عمد مخافة أن أؤمن لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فراتكم على الحوض ولا أنازعن أقواما ثم لا أغلبن عليهم فأقول يا ربي أصحابي فيقال إناك لا تدري ما أحدث بعدك حدثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ووافقه أبو بكر عن عاصمين خلاف أبي معاوية حدثناه أسود حثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق قال 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 عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما أحد أغير من الله عز وجل ولذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المتحو من الله عز وجل حثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت أنا وعلقمت على عبد الله بن مسعود فقال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة حثنا عبد الله حدثني حدثنا أبو معاوية وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قطوء إلا لميقاتها إلا صلتين صلاة المغرب وصلاة العشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها وقال ابن نمير العشاءين فإنه صلاهما بجمع جميعا حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال كنت مستطرا بأستار الكعبة قال فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم قراشي وخطناه ثقفيان أو ثقفي وخطناه قراشيان فتكلموا بكلمين لم أفهمه فقال بعضهم أترون أن الله عز وجل يسمع كلامنا هذا فقال الآخران إن إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعه قال وقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شمري بن عطية عن مغيرة بن سعدي بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا قال ثم قال عبد الله وبرذان ما برذان وبالمدينة ما بالمدينة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف علي ميء ليقططيع بها مال إمرئ مسلمين لقي لها عز وجل وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله كان ذاكا كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألكا بينة قلت لفقال لليهودي أحلف فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالي فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية حدثنا أبو معاوية وواكع قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشد أهل النار عذابا يوم القيامة المصورين وقال وكع أشد الناس حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام مستلقيا حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضع حدثناه إسماعيل بن محمد قال حدثنا يحيى بن زكري حدثنا حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره حدثنا أبن فضيل حدثنا ليث عن عبد الرحمني بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة له فقال ائتيني بشيء أستنجي به ولا تقربني حائلا ولا رجيعا ثم أتيته بماء فتوضأ ثم قام فصل فحنا ثم طبق يديه حين ركع وجعلهما بين فخذيه حنا سليمان بن داود حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل نستأذنه أن نكوياه فسكت ثم سألناه مرة أخرى فسكت ثم سألناه الثالثة فقال ارضفوه إن شئتم كأنه غضبان حدثنا سليمان بن داود حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمني بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيمين وقعود ويصليم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يبدو وجانب خبه ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك حنى سليمان بن داود حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء وقال ائتني بثلاثة أحجار فاتمست فوجدت حجرين ولم أجد الثالثة فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ريكس حدثنا بهز حدثنا حماد بن زيد حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حني ألجع الرانة قال فازدحموا عليه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله بعثه الله عز وجل إلى قومه فكذبوه وشجوه فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول ربي أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون قال قال عبد الله فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح جبهته يحكي الرجل حدثنا ابن أبي عادي ويزيد قال أخبرنا ابن عوين عن عمري بن سعيد عن حميدي بن عبد الرحمة قال قال ابن مسعود كنت لا أحبس عن ثلاث وقال ابن عوين فنسي عمر واحدة ونسيت أنا أخرى وبقيت هذه عن النجوة عن كذا وعن كذا قال فأتيته وعنده مالك بن مرارة الرهوي قال فأدركت من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله أني رجل قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكيني فما فوقه ما أفو ليس ذلك هو البغي قال ليس ذلك بالبغي ولكن البغي من سفه الحق أو بطر الحق وغمط الناس حفن جرير عن منصور عن أبي وإل عن عبد الله قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو أذنيه حفن جرير عن منصور عن أبي وإل قال كان عبد الله مما يذكر كل يوم الخميس فقيل له لو ددنا أنك ذكرتنا كل يومين قال إني أكره أن أؤمن لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهية السامة علينا حفن جرير عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال كنت مع عبد الله حتى أنتهى إلى جمرة العقبة فقال ناولني أحجارا قال فناوته سبعة أحجار فقال لي خذ بزمام الناقة قالا ثم عاد إليها فرما بها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصات وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وظنبا مغفورا ثم قال هاهنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة حفنه شيم أخبرنا سيار عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقالا إني قرأت البارحة المفصلة في ركعة فقال عبد الله أنثرا كنثر الدقل وهذا كهذ الشعري إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في ركعة حتنا حجاج حدثنا سفيان حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فأنزلت عليه والمرسلات عرفا فجعلنا نتلقاها منه فخرجت حية من جانب الغار فقال اقتلوها فتبادرناها فسبقتنا فقال إنها وقيت شركم كما وقيتم شرها دثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيقي بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكايل السلام على فلاء السلام على فلاء قال فسامعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم أمري أن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحد ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك ولدينه المفارق للجماعة حدثنا مؤمل حدثنا صفيان حدثنا الأعمش عن زيدي بن وهب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون لها عز وجل الذي لكم قال مؤمل وجدت في موضع آخر حدثنا صفيان حدثنا الأعمش عن أبي وإلن عن عمر بن شرح بيلا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فخرجت علينا حية فتبادرناها فسبقتنا فدخلت الجحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها قال وزاد الأعمش في الحديث قال كنا نتلقاها من فيه وهي رطبة حان أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا قال فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقاها الله شركم كما وقاكم شرها حان أبو نعيمين حدثنا إسرائيل عن مخارق الأحمسي عن طارق بن شيهاب قال سمعت ابن مسعود يقول لقد شهدت من المقداد بن الأسود قال غيره مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون ولكن مقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره ذاك حفنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن السدي أنه سمع مرة أنه سمع عبد الله قال لي شعبة ورفعه ولأرفعه لك يقول في قوله عز وجل ومن يريد فيه بإلحاد بظلمين قال لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدني أبينا لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما حفنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر خمسا ثم سجد سجدتين فقال هذه السجدتين لمن ظن منكم أنه زاد أو نقص حفناه شيم عن أبن أبي ليلى عن أبي قيسين عن هزيل بن شرحبيلا أن الأشعرية أتي في ابنة وابنتي ابن وأخت لأب وأم قال فاجعل للابنة نصفة وللأخت ما بقي ولم يجعل ابنتي لابن شيئا قال فأتوا ابن مسعود فأخبروه قال فقالا لقد ضلتوا إذن وما أنا من المهتدين إن أخذتوا بقوله وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا ثم قال ابن مسعود للابنة النصف ولابنتي لابن السدوس وما بقي للأخت حفنا عبد القدوس بن بكري بن خنيس عن مسعر عن سعدي بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله قال كأنما كان جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين على الرطف حفنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تصليم ثم تشهدت أيضا ثم سلمت حدثنا محمد بن فضيل حدثنا خصيف حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال إذا شككت في صلاتك وأنت جالس فلم تدري ثلاثا صليت أم أربعا فإن كان أكبر ظنك أنك صليت ثلاثا فقم فاركع ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وإن كان أكبر ظنك أنك صليت أربعا فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلمك حدثنا محمد بن يزيد قال أخبرنا العوام حدثنا أبو محمد مولا لعمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار فقال أبو الضرداء قدمت اثنين قال واثنين فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء قدمت واحدا قال وواحد ولكن ذاكا في أول صدمة حدثناه شيم قال أخبرنا العوام عن أبي محمد مولا عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله فذكر معناه إلا أنه قال فقال أبو ذر لم أقدم إلا إثنين وكذا حدثناه يزيد أيضا قال فقال أبو ذر مضلي إثنان حدثنا محمد ويزيد قال حدثنا العوام قال حدثني أبو محمد مولا عمر بن الخطاب الخطاب عن أبي عبيدة خالفه شيما فقال أبو محمد مولا عمر بن الخطاب حثناه شيم أخبرنا خالد عن ابن سيرين أن أنس بن مالك شهد جنازة رجل من الأنصار قال فأظهروا الاستغفار فلم ينكر ذلك أنس قاله شيم قال خالد في حديثه وأدخلوه من قبل رجل القبرى وقاله شيم مرة إن رجلا من الأنصار مات بالبصرة فشهده أنس بن مالك فأظهروا له الاستغفار حثنا عبد الأعلى حدثنا خالد عن محمد قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجليه حثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال كان أنس أحسن الناس صلاة في السفر والحضر حثناه شيم أخبرنا خالد عن أنس بن سيرين قال رأيت أنس بن مالك يستشرف لشيء وهو في الصلاة ينظر إليه حثنا يحيى عن الأعماش حدثني عمارة حدثني الأسود بن يزيد قال وأبو معاوية حدثنا الأعماش عن عمارة وابن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت عمارة عن الأسود عن عبد الله المعنى قال لا يجعل أحدكم للشحيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حتما عليه أن ينصرف عن يمينه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره حثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة وعن منصور عن أبي وإلن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي حثنا يحيى عن سفيان حدثنا منصور وسليمان عن أبي وإلن عن عبد الله قال رجل يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية قال إن أحسنت لم تأخذ وإن أسأت في الإسلام أخذت بالأولي والآخري حثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا محمد وإن الله يمسك السموات على إصبع والأراضين على إصبع الجبال على إصبع والخلائق على إصبع والشجر على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده وقال وما قدر ألها حق قدره قال يحيى وقال فضيل يعني ابن عياض تعجبا وتصديقا له حان يحيى وعبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل ثم قرأ أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا حسن يحيى عن المسعودي حدثني جامع بن شدد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت عبد الله استبتن الوادي فجعل الجمرة عن حاجبه الأيمن واستقبل البيت ثم راماها بسبع حصيات يكبر دبرا كل حصات ثم قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة حسن يحيى بن سعيد وواكيع قال حدثنا الأعماش المعنى عن الأعماش قال حدثني عبد الله بن مرة عن الحارثي بن عبد الله قال قال عبد الله أكل الربى ومواكله وشهداه وكاتبه إذا علموا به والوشيمة والمستوشيمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حسن يحيى عن الأعماش وواكيع حدثنا الأعماش قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يوما أو قال أربعين ليلة قال وكيع ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغطا مثل ذلك ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك بأربع كلمات عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيكون من أهلها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا سليمان وعن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مقال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على أبن آدم كفل من دمها ذاك أنه أول من سن القتل حدثنا يحيى عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجع إثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه حدثنا يحيى عن ألا تيمي عن أبي عثمان عن أبن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن كفارتها فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أن الحسنات يذهبن السيئات قال يا رسول الله ألي هذه قال لمن عملا من أمتي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثني أبو إسحاق عن أبي الأحواصي عن عبد الله قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا وأن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا حثنا يحيى عن ألا تيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود من أشترى محفلة وربما قال شاة محفلة فليردها وليرد معها صاعا والنبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع حثنا يحيى عن مجالد حدثنا عامل عن مسروق عن عبد الله قال مرة أو مرتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من حكمين يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك أخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل فإن قال الخطأ ألقاه في جهنم يهوي أربعين خريفا حثنا يحيى عن سفيان حدثني عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الدنيا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي قاق رأت على يحيى بن سعيد عن هشامين حدثنا قتادة عن خلاس عن عبد الله بن عطبة قال أتي عبد الله بن مسعود فسئلا عن رجل تزوج امرأة ولم يكن سمى لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها فلم يقول فيها شيئا فرجعوا ثم أتوه فسألوه فقال سأقول فيها بجهد رأيي فإن أصبت فالله عز وجل يوفقني لذلك وإن أخطأت فهو مني لها صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك قال هلما من يشهد لك بذلك فشهد أبو الجراح بذلك حدثنا عبد الملك بن عمر نحدثنا هشام المعنى إلا أنه قال في بروع بنتي وشق فقال هلما شهدك على هذا فشهد أبو سيناء الجراح رجلاني من أشجع حثنا يحيى عن الأعماش حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلاء وفلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تقول السلام على الله فإن لها هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقول التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به حثنا وكيع وأبو معاوية المعنى قال حدثنا الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الذنب أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك قال ثم أي قال ثم أن تزاني بحليل تجارك قال فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما حثنا وكيع وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله وحدثنا أبن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت أبا وإلن يحدث عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية قال فقال من أحسن في الإسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية ومن آساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر حثنا وكيع وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بين رجل يحدث في المسجد الأعظم قال إذا كان يوم القيامة نزل دخان من السماء فأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم وأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام قال مسروق فدخلت على عبد الله فذكرت ذلك له وكان متكيئا فاستا وجالسا فأنشأ يحدث فقال يا أيها الناس من سئل منكم عن علمين هو عنده فليقل به فإن لم يكن عنده فليقل الله أعلم فإن من العلم أن تقول لما لتعلم الله أعلم إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم أعني بسبع كسبع يوسف فقال فأخذتهم سنة أكل فيها العظام والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع فقالوا ربنا أكشف عنا العذاب إن مؤمنون قال فقيل له إن إن كشفنا عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر فذلك قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخاء مبيئ إلى قوله يوم نبتش البطشة الكبرى إن منتقمون قال ابن نمير في حديثه فقال عبد الله فلو كان يوم القيامة ما كشف عنهم حثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم هل من مذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من مذكر حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجع إثنان دون واحد فإن ذلك يحزنه حثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وإلن قال قال عبد الله كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فهو ينضح الدم قال أبو معاوية يمسح الدم عن جبينه ويقول رب أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يعني الرجل لا يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا قال أبو معاوية وما يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حنى وكيع ويزيد أنباء إسماعيل عن قيسين عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسد إلا في أثنتين رجل آتاه الله مالا فصلطه على هلكته في الحق وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها حسنى وكيع حدثنا حسن عن يحيى بن الحارث عن أبي ماجيد الحنفي عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير الجنازة فقال ما دون الخباب الجنازة مطبوعة وليست بتابع حسنى وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ولا طم الخدود ودع بدعوى الجاهلية حسنى وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيدة عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء حسنى وكيع عن ابن أبي خالد عن قيسين عن عبد الله قال لكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب فقلنا يا رسول الله هلانا استخصفنا هانا ثم رخص لنا في أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجلي ثم قرأ عبد الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم حسنى وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فحت بسلبانها فجعل يمصه ويمجه فدخل حلقه فأتى أبا موسى فقال حرمت عليك قال فأتى ابن مسعود فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعي إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم حسنى وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال في خطبة الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم قرأ ثلاث آيات من كتاب الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامة إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى آخر الآية حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص وأبي عبيدة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة فذكر نحو هذا الحديث إلا أنه لم يقل إن حنا وكيع حدثنا المسعودي عن جامعي بن شدد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قالا لما آت عبد الله الجمرة جمرة العقبة استبتن الوادي واستقبل الكعبة وجعل الجمرة على حاج به الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة حنا وكيع حدثنا المسعودي عن جامعي بن شدد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قالا لما آت عبد الله الجمرة جمرة العقبة استبتن الوادي واستقبل الكعبة وجعل الجمرة على حاج به الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة حنا وكيع عن مسعر عن علق متاب بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبة اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألت لها عز وجل لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سألت لها عز وجل أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضلا وذكر عنده أن القردة قال مسعر أراه قال والخنازير مما مصخ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يجعل لي مسيخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة أراه قال والخنازير قبل ذلك حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن علق متاب بن مرثد نحوه بإسناده ولم يشك في الخنازير حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحواص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى كل خليل من خلة ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر إن صاحبكم خليل الله عز وجل حثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن ذر عن وائل ابن مهانة للطيمي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار فقالت امرأة وما لنا أكثر أهل النار قال لأن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة حثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على أبن آدم الأول كفل من دام هذلك بأنه أول من سن القتل حثنا وكيع وعبد الرحمن المعنى وهذا لفظ وكيعا حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل أن أباه معقل بن مقرئ المزني قال لابن مسعود أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا وكيع حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي أضحى عن مسروق عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلمين حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن أبي وإلن عن عبد الله بن مسعود يحدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زيدي بن وهب عن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وفتن وأمور تنكرونها قلنا يا رسول الله فماذا تأمر لمن أدرك ذلك منا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله قال وإن منكم إلا واريدها قال يدخلونها أولى لجونها ثم يصدرون منها بأعمالهم قلت له إسرائيل حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أو كلاما هذا معناه حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم معا علقمت عن عبد الله قال لعن الله الوشيمات والمتوشمات والمتنمصات والمتافلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ امرأة في البيت يقال لها أم يعقب فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل فقالت إني لا أقرأ ما بين لوحيه فما وجدته فقالا إن كنت قرأته فقد وجدته أما قرأت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته قالت بل قالا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نها عنه قالت إني لا أظن أهلك يفعلون قال اذهبي فانظري فنظرت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فجاءت فقالت ما رأيت شيئا قالا لو كانت كذلك لم تجمعنا قال وسمعته من عبد الرحمن بن عابص يحدثوه عن أم يعقوب سمعه منها فاخترت حديث منصور حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثا أو أربعا ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال وكان أصحابنا يضربون ونحن صبيان على شهادة والعهد حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل عن أبي وائل عن عمري بن شرح بيلا عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله عز وجل قال أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك قال قلت ثم ماذا قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل من طعامك وقال عبد الرحمن مرة أن يطعم معك قال ثم قلت ثم ماذا قال أن تزاني بحليل تجارك حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة حدثنا واصل الأحدب قال سمعت أبا وإل يقول قال عبد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فذكره حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة شعبة وعن واصل عن أبي وإل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حدثنا علي بن حفص حدثنا وارقاء عن منصور عن أبي وإل عن عمر بن شرح بيلا عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم فذكره ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى مهانا حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحواصي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحواصي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لا اتخذت ابن أبي قحافة خليلا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمشي عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيدة عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصل الصبح يومئذ لغير ميقاتها حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة معناه حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمشي عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحواصي عن عبد الله قال لأن أحلف تسعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل وذلك أن الله عز وجل جعله نبيا واتخذه شهيدا قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا يرون ويقولون إن اليهود سموه وأبا بكر رضي الله عنه حدثنا عبد الملك بن عمر نحدثنا سفيان وعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما نزلت فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان طوبا قال عبد الرزاق لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أغفر لي أنك أنت التواب حدنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله وإن منكم إلا واريدها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا يزيد أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وإلن عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل قال يزيد متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة وعن عاصمين عن شقيق عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجدة حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحواص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة أو لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة وعن عاصمين عن شقيق عن عبد الله قال كنا نتكلم في الصلاة ويصلم بعضنا على بعض ويوصي أحدنا بالحاجة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي فأخذني ما قدوم وما حدث فلما صلى قال إن الله عز وجل لا يحدث من أمره ما شاء وإنه قد أحدث أن لا تكلم في الصلاة حسن إسماعيل حدثنا أيوب عن حميدي بن هلال عن أبي قتادة عن أسير بن جابير قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجير إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة قال وكان متكيا فجلسا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة قال عدوا يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام ونح بيده نحو الشام قلت الروم تعني قال نعم قال ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجعوا إلا غالبات فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيئ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفن الشرطة الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبات فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيئ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفن الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبات فيقتتلون حتى يمسوا فيفيئ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفن الشرطة فإذا كان اليوم الرابع هدى إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله عز وجل الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم نرى مثلها حتى إن الطائر لا يمر بجانباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميت قال فيتعد بنو الأب كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم قال بينهم كذلك إذ سمعوا بناس أكثر من ذلك قال جاءهم الصريخ أن الدجال قد خلف في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ حسن إسماعيل عن سليمان عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم ثم ليس أن يقول هكذا أو قال هكذا حتى يقول هكذا حسن أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قال فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل قال عبد الله يا عدو الله أما لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه وقال رحمة الله على موسى قد أذي بأكثر من هذا فصبر حسن إسماعيل أخبرنا داود وابن أبي زائدة المعنى قال حدثنا داود عن الشعبي عن علقمة قال قلت لابن مسعود هل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد فقال ما صاحبه منا أحد ولكن قد فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل استطير ما فعل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر إذا نحن بها يجيء من قبل حراء فقلنا يا رسول الله فذكروا الذي كانوا فيه فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم قال فانطلق بنا فأرني أثارهم وأثار نيرانهم قال وقال الشعبي سألوه الزاد قال ابن أبي زائدة قال عامل فسألوه ليلة إذن الزاد وكانوا وكانوا من جن الجزيرة فقال كل عظمين ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما كان عليه لحما وكل بعرة أو روثة على فن لضوابكم فلا تستنجوا به ما فإنهما زادوا إخوانكم من الجن حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيدة أنه حج مع عبد الله وأنه رمى الجمرة بسبع حصيات قال وجعل البيت عن يساره ومنني عن يمينه وقال هذا ما قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكام قال سمعت ذرا يحدث عن وإلي بن مهانة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للنساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار فقالت امرأة ليست من علية النساء أو من أعقلهن يا رسول الله فيما أو لما أو بما قال إن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثني الحكم عن ذرا عن وإلي بن مهانة من تيم الرباب من أصحاب عبد الله عن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار فقالت امرأة ليست من علية النساء فيما وبما ولما فذكر الحديث حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمري بن مرة قال سمعت أبا وإلن يقول سمعت عبد الله يقول قلت أنت سمعته من عبد الله قال نعم وقد رفعه قال لا أحد أغير من الله عز وجل ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المتح من الله عز وجل ولذلك مدح نفسه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمري بن مرة أنه سمع أبا وإلن يحدثوا أن رجلا جاء إلى أبني مسعود فقال أني قرأت المفصل كله في ركعة فقال عبد الله هذى كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن قال فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين سورتين في كل ركعة حثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن سعدي بن إبراهيم عن أبي عبيدة قال حجاج في حديثه سمعت أبا عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الركعتين الأوليين كأنه على الرطف قلت لسعد حتى يقوم قال حتى يقوم قال حجاح قال شعبة كان سعد يحرك شافاتيه بشيء فقلت حتى يقوم قال حتى يقوم حثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة ويزيد أخبرنا المسعودي عن سماكي بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال حجاج كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال يزيد جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعون فكنت في آخر من أطاه قال فلا إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك فليتقل لها وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال يزيد وليصل رحمه حانا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماكي بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 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 عبد الرزاق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله إمرأ سمع منا حديثا فحافظه حتى يبلغه فرب مبلغ أحفظ له من سامع حتنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاح قال سمعت عقبة بن وساجن عن أبي الأحواصي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل صلاة الرجل في الجميع على صلاته وحده خمس وعشرون درجة قال حجاج ولم يرفعه شعبة لي وقد رفعه لغيري قال أنا أهاب أن أرفعه لأن عبد الله قل ما كان يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حثنيه بهز حدثنا همام أخبرنا قتادة عن مورق عن أبي الأحواصي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة كلها مثل صلاته حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحواصي عن عبد الله بن مسعود أنه قال أن محمد صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه وخواتمه فقالا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل ومحمدا صلى الله عليه وسلم قالا ألا أنبئكم ما ألعطه قالا هي النميمة القالة بين الناس ومحمدا صلى الله عليه وسلم قالا إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم ما إني أسألك الهدى والتقى والعفف والغنى حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف هل من مدكرين حدثنا محمد بن جعفر عفان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال عفان أخبرنا أبو إسحاق عن الأسود وقال محمد عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قرأ النجم فسجد بها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصا أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كفرا حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال مر بي رسول الله وأنا أصلي فقال سلتعطاه يا أبنى أمي عبد فقال عمر فابتدرت أنا وأبو بكر فسبقني إليه أبو بكر وما استبقنا إلى خير إلا سبقني إليه أبو بكر فقال إن من دعائي الذي لا أكدوا أن أدعى اللهم إني أسألك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنفد ومرافقة النبي محمد في أعلى الجنة جنة الخدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ويحيا عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمر بن ميموء عن عبد الله أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من أربعين قال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قال قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فقلنا نعم فقال والذي نفس محمد بيده إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم من أهل الشرك إلا كالشعرات البيضاء في جد الثور الأسود أو الشعرات السوداء في جد الثور الأحمر حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيحا كل شيء غير الخمس إن لها عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال قلت له أنت سمعته من عبد الله قال نعم أكثر من خمسين مرة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت يحيى بن المجبر قال سمعت أبا ماجيد يعني الحنفية قال كنت قاعدا مع عبد الله قال أني لا أذكر أول رجل قطعه أتي بصارق فأمر بقطعه وكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالوا يا رسول الله كأنك كره تقطعه قال وما يمنعني لا تكون عونا للشحيطان على أخيكم إنه ينبغي للإمام إذا أنتهى إليه حد أن يقيمه إن الله عز وجل عفو يحب العفو وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن يحيى بن عبد الله إلا تيمي عن أبي ماجيد الحنفي فذكر معناه وقال وكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذر عليه رماد حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلامة ابن كهيل عن إبراهيم ابن سويد وكان إمام مسجد علقمة بعد علقمة قال صلى بنا علقمة الظهر فلا أدري أصلى ثلاثا أم خمسا فقيل له فقال وأنت يا أعور فقلت نعم قال فسجد سجدتين ثم حدث علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج عن شعبة عن سلامة ابن كهيل عن عيسى الأسادي عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت طيارة من الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض وجهه فما نسيت بعد فيما نسيت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال كتب إلي منصور وقرأته عليه قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا أدري زادة أم نقص إبراهيم القائل لا يدري علقمة قال زادة أو نقص أو عبد الله ثم استقبلنا فحدثناه بصنيعه فثن رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم أقبل علينا بوجهه فقالا لو حدث في الصلاة شيء لا أنبأتوكمه ولكن إنما أنا بشر إنسى كما تنسون فإن نسيتوا فذكروني وأيكم ما شك في صلاته فليتحر أقرب ذلك للصواب فليتم عليه ويسلم ثم يسجد سجدتين حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن منصور عن أبي وإلن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كنتم ثلاثة فلا يطنج أثنان دون صاحبهما أجلى يحزنه ولا تباشر المرأة المرأة أجلى تنعتها لزوجها حثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة وعن منصور عن أبي وإلن عن عبد الله عن النبي أنه قال بئس ما لأحدكم أو بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نصي واستذكر القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من أن عمي بعقله أوي من عقله حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن منصور قال سمعت أبا وإلن يحدث عن عبد الله قال كنا نقول السلام على فلاء وفلاء إن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمد عبده ورسوله فإنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمتم على كل عبد صالح في الأرض وفي السماء حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن منصور وزبيد عن أبي وإلن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم علما أنه قال سباب المؤمن فسق وقتاله كفر قال في حديث زبيد سمعت أبا وإلن حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني ركين قال سمعت القاسم بن حسن يحدث عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره عشرا الصفرة وتغيير الشيبي وجر الإزار وخاتم الذهب أو قال حلقة الذهب والضرب بالكيعاب والتبرج بالزينة فيه غير محلها والرقاء إلا بالمعوذات والتمائم وعزل الماء وأفساد الصبي من غير أن يحرمه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن مغيرة قال سمعت أبا وإلن يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا فراطكم على الحوض ولا يرفعن لي رجال منكم ثم لا يختال جنادون فأقول يا رب أصحابي فيقال لي أنك لا تدري ما أحدث بعدك حثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي التياحي عن رجل من طي عن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبقر في الأهل والمال فقال أبو حمزة وكان جالسا عنده نعم حدثني أخرى مطأي عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال عبد الله فكيف بأهل براذان وأهل بالمدينة وأهلي كذا قال شعبة فقلت لأبي التياحي ما التبقر فقال الكثرة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن اسماعيل ابن رجاء قال سمعت عبد الله ابن أبي الهوذي ليحدث عن أبي الأحواص قال سمعت عبد الله ابن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وإلن عن عبد الله قال وأحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال بين يدي الساعة أيام الهرج أيام يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل فقال أبو موسى الهرج بلسان الحبش القتل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياحي عن أبن الأخرم رجل من طي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا شعبة أنه نهى عن التبقر في الأهل والمال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة يحدث عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالا وقال عبد الله كيف من له ثلاثة أهلين أهل بالمدينة وأهل بكذا وأهل بكذا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثنا شعبة عن الولدي بن العيزار قال حجاج سمعت أبا عمر الشيباني وقال محمد عن أبي عمر الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله وما سماه لنا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل فقال الصلاة على وقتها قال الحجاج لوقتها قال ثم أي قال ثم بر الوليدين قال ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وإل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال ليزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب صديقا ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وإل عن عبد الله أنه قال لأني لا أخبر بجماعتكم فيمنعني الخروج إليكم خشية أن أؤمن لكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الأيام بالموعظة خشية السلامة علينا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وحمد والمغيرة وأبي هاشمين عن أبي وإل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشاهد التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور والأعمشي عن أبي وإل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا ينتجي إثنان دون واحد ولا تباشر المرأة المرأة فطنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها قال أورى منصورا قال إلا أن يكون بينهما ثوب حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت أبا وإل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فذكر معناه حان عبد الرحمن حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمس قال أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له حثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بمثلي حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلامة عن عيسى بن عاصمين عن زري بن حبيش عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيارة شرك الطيارة شرك ولكن لها عز وجل يذهبه بالتوكل حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي قيسين عن هزيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن أبنة وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأتي عبد الله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فأخبره فقال قد ضلتوا إذن وما أنا من المهتدين لا أقضينا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال سفيان للبنت النصف والابنت لابن السدوس وما بقي فللأخت حثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمشي عن أبي وإلن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يونس بن متة قال أبي وحدثنا هو أبو أحمد الزبيري بإسناده قال لا يقول أن أحدكم إني خير من يونس بن متة حان عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة حدثنا صاحب لنا عن عبد الله بن مسعود قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يعدي شيء شيئا فقام أعرابي فقال يا رسول الله النقبة من الجربي تكون بمشفر البعير أو بذنا به في الأبل العظيمة فتجرب كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجرب الأولى لعدوى ولا هامة ولا صفر خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيباتها ورزقها حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمشي عن أبي وإلن عن عبد الله قال صليت وقمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قال قلنا ما هممت قال هممت أن أجلس وأدعه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت أب وإلن يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال حدثنا شعبة وعن سليمان قال عفان حدثنا سليمان عن أبي وإلن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء يوم القيامة قال ابن جعفر يقال هذه غدرة فلاء حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت أب وإلن يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء يوم القيامة قال ابن جعفر يقال هذه غدرة فلاء حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت أب وإلن يحدث عن عبد الله قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا قال كان قومه يضربونه حتى يسرع قال فيمسح جبهته ويقول اللهم أغفر لقومي إنهم لا يعلمون حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت أب وإلن قال قال عبد الله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قصما فقال رجل إن هذه لقصمة ما أريد بها وجه الله قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فحمر وجهه قال شعبة وأظنه قال وغضب حتى وديدت أني لم أخبره قال شعبة وأحسبه قال يرحمنا الله وموسى شك شعبة في يرحمنا الله وموسى قد أذي بأكثر من هذا فصبر هذه ليس فيها شك قد أذي بأكثر من ذلك فصبر حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت إبراهيم الطيمية عن الحارف بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعاك فقلت يا رسول الله إنك توعاك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوعك وعك رجلين منكم قلت بأن لك أجرين قال نعم أو أجل ثم قال ما من مسلمين يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا حط الله عز وجل عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا قد استعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فقال فأخذتهم السنة حتى حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والعظام وقال أحدهم حتى أكلوا الجلود والميتة وجعل يخرجوا من الرجل كهيئة الدخان فأتاه أبو صفيان فقال أي محمد وإن قومك قد هلكوا وفدعوا لها عز وجل فقال أن يكشف عنهم قال فدعى ثم قال اللهم ما إن يعودوا فعد هذا في حديث منصور ثم قرأ هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخاء مبيئ حنا وكيع حدثنا صفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيدة عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خدوحا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب حنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمر بن مرة عن إبراهيم عن علقمت عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يومين صائف ثم راح وتركها حدثنا وكيع حدثنا عيسى بن دينار مولى خزاعة عن أبيه عن عمر بن الحارث بن المصطلق عن أبن مسعود قال ما صمنا رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين حنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن السائب عن زذان عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكيع إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كولي بن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في أول حنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من حلف على يمين صبر يقططيع بها مال إمرئ المسلمين وهو فيها فجر لقيا لها عز وجل وهو عليه غضبان قال ونزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية حثنا وكيع وحميد الرؤسي قال حدثنا الأعمش عن أبي وإلن قال حميد شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقض بين الناس يوم القيامة في الدماء حدثنا أبن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت أبا وإل إن فذكره حثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودع بدعوى الجاهلية حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله وعبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله قال الجنة وقال وكيع عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك قال قال عبد الله قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وإن زيد بن ثابت له ذؤابة في الكتاب حثنا وكيع حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس كان قامنا من أن لا تسد حاجته ومن أنزلها بالله عز وجل أتاه الله برزق عجيل أو موت آجل حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن سيار أبي حمزة فذكره قال أبي وهو الصواب سيار أبو حمزة قال وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شيهاب بشيء حنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير الليثي عن وهبي بن ربيعة عن عبد الله قال أني لمستطير بأستار الكعبة إذ دخل رجلان ثقفيان وختنهما قرشي أو قرشيان وختنهما ثقفي كثيرة شحوم بطونهم قليل فقه قلوبهم فتحدثوا بحديث فيما بينهم فقال أحدهم لصاحبه أترى لها عز وجل لا يسمع ما نقول قال الآخر أراه يسمع إذا رفعنا أصواتنا ولا يسمع إذا خافتنا قال الآخر لأن كان يسمع منه شيئا إنه ليسمعه كله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية تحدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمشو الأعمشو عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله فذكر معناه فنزلت وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى قوله فأصبحتم من الخاسرين حثنا وكيع عن صفيان حدثنا عمرو بن عبد الله حدثني أبو عمر الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار يعني ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها حثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود أخبرنا الأسود وعلقمته أو أحدهما عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض قال وفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حثنا وكيع عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يكبرون في كل خفض ورفع حثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده تحت خبضه وقال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك حثنا وكيع قال قال سفيان قال الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متة حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها حثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الوشيمات والمتوشيمات والمتنمصات والمتافلجات للحسن فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فأتته فقالت قد قرأت ما بين اللوحين ما وجدت ما قلت قال ما وجدت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته فقالت إني لأراه في بعض أهلك قال اذهبي فانظري قال فذهبت فنظرت ثم جاءت فقالت ما رأيت شيئا فقال عبد الله لو كان لها ما جمعناها حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حدثنا أبن جعفر حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وإلن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال يجعل لله عز وجل ندا حدثنا وكيع عن أبيه وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمري بن عطية الكاهلي عن مغيرة بن سعدي بن الأخير عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا حثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها ومن معه إلا شيخ كبير أخذ كفا من حصن أو تراب فقال به هكذا وضعه على جبهته قال فلقد رأيته قتل كفرا حثنا يحيى عن سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لها عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله حثنا يحيى عن شعبة ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له زيد في الصلاة قال وماذاك قالوا صليت خمسا قال فثن رجله ثم سجد سجدتين بعدما سلم حثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سليمان عن عمارة عن وهب بن ربيعة عن عبد الله قال كنت مستطرا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر ثقفي وخطنه قرشيان كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم قال فتحدثوا بينهم بحديث قال فقال أحدهم أترى لها عز وجل يسمع ما نقول قال الآخر يسمع ما رفعنا وما خافضنا لا يسمع قال الآخر إن كان يسمع شيئا فهو يسمعه كله قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنزلت وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم إلى قوله فما هو من المعتبين قال وحدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله نحو ذلك حدثني يحيى عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال سمعته مرة رفعه ثم تركه رأى أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال أن علقها حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمين شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم حنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده وقال عبد الرحمن حتى نرى بياض خده من هاهنا ونرى بياض خده من هاهنا حنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن رجل عن أبي الأحواص عن عبد الله قال امشوا إلى المسجد فإنه من الهدي وسنة محمد صلى الله عليه وسلم حسنا وكيع عن اسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله عز وجل ولو استزدته لزادني حسنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن خيثمة عمن سمع أبن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمرع إلا لمصل أو مسافر حسنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم أمري إن مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزان والتارك ولدينه المفارق للجماعة حسنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله أنتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف له فقلت الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله فقال هل هو إلا رجل قتله قومه قال فجعت أتناوله بسيف له غير طائل فأصبت يده فنادر سيفه فأخذته فضربته به حتى قتلته قال ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أقل من الأرض فأخبرته فقال الله الذي لا إله إلا هو قال فردادها ثلاثا قال قلت الله الذي لا إله إلا هو قال فخرج يمشي معي حتى قام عليه فقال الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله هذا كان فرعون هذه الأمة قال وزاد فيه أبي أبي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله فنفلني سيفه حثنا معاوية بن عمر نحدثنا أبو إسحاق عن سفيانا عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقلت كتلت أبا جهل قال آله الذي لا إله إلا هو قال قلت آله الذي لا إله إلا هو فردادها ثلاثا قال قال الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده انطلق فأرينيه فانطلقنا فإذا به فقال هذا فرعون هذه الأمة حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما في حرث بالمدينة فمر على قومين من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه فقالوا يا محمد ما الروح قال فقام وهو متوكئ على عسيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أطيتم من العلم إلا قليلا قال فقال بعضهم قد قلنا لا تسألوه حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمار بن معاوية الدهني عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبن سمية ما عرض عليه أمران قطو إلا اختار الأرشد منهما حثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماكي بن حرب عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله أني لقيت امرأة في البستان فضممتها إلي وباشرتها وقبلتها وفعت بها كل شيء غير أني لم أجمعها قال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذكرين قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه فقال عمرو يا رسول الله أله خاصة أم للناس كفة فقال بل للناس كفة حثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو ابني ميموء عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا وهو مسند ظهره إلى قبة حمراء قال ألم ترضوا أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا بل قال ألم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا بل قال قال والله إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وسأحدثكم عن ذلك عن قلة المسلمين في الناس يومئذ ما هم يومئذ في الناس إلا كالشعرات البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرات السوداء في الثور الأبيض ولن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو همامين عن عثمان بن حسان عن فلفلة الجعفي قال فزعت في من فزع إلى عبد الله في المصاحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم إن لم نأتي كزائرين ولكن جئناك حين رعنا هذا الخبر فقالا إن القرآن نزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم من سبعة أبواب على سبعة أحرف أو قال حروف وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد حثنا وكيع حدثنا مسعر عن عمري بن مرة عن عبد الله قال أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا ما فتيح الغيب الخمس إن لها عنده علم الساعة حثنا سفيان يعني ابن عوينة عن مسعر عن علق متاب بن مرثد عن مغيرة اليشكري عن المعروي عن عبد الله قال قالت أم حبيبة اللهم أم تعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي أخي معاوية وبأبي أبي صفيان قال فقالا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت لها عز وجل لأجال مضروبة وأثار مبلوغة وأرزاق مقسومة لا يتقدم منها شيء قبل حله ولا يتأخر منها لو سألت لها عز وجل أن ينجيك من عذاب القبر وعذاب النار وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير مما مصخة أو شيء كان قبل ذلك فقال لا بل كان قبل ذلك إن الله عز وجل لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة الله بن أحمد قال قرأت على أبي منها هنا إلى البلاغ فأقرى به حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة حدثنا عاصم بن أبي النجودي عن زر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بين أبي بكر وعمر وعبد الله يصلي فافتتح النساء فسح لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ثم تقدم يسأل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلتعطه 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 فقال فيما سأل اللهم إني أسألك إمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسلم في أعلى جنة الخد قال فأتى عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله ليبشره فوجد أبا بكر ردوان الله عليه قد سبقه فقال إن فعت لقد كنت سباقا بالخير حتى عبد الله قال قرأت على أبي حدثكم عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي قال أخبرنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحواصي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتني فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكي حتى عبد الله قال قرأت على أبي حدثك عمرو بن مجمع أخبرنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحواصي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعمه فليدنه فليقعده عليه أو ليلقمه فإنه ولي حره ودخانه حتى عبد الله قال قرأت على أبي حدثك عمرو بن مجمع حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحواصي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يا جر أمعاه في النار حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثك حسين بن محمد حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحواصي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر وعبد الأصنام حسين عبد الله قال قرأت على أبي حدثك عمرو بن مجمع حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحواصي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسكين ليس بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان قلت يا رسول الله فمن المسكين قال الذي لا يسأل الناس ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه حسين عبد الله قال قرأت على أبي حدثكم القاسم بن مالك قال أخبرنا الهجري عن أبي الأحواصي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلة حسين عبد الله قال قرأت على أبي حدثك علي بن عاصمين قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحواصي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم أخاه فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه حثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا علي بن عاصمين حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحواصي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر العجم حثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا علي بن عاصمين قال أخبرنا الهجري عن أبي الأحواصي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار ولو بشقة تمرتن حثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا علي بن عاصمين عن الهجري عن أبي الأحواصي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء إذا جاء أحدكم خادمه بطعمه فليقعده معه أو ليناوله منه فإنه ولي حره ودخانه حثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا علي بن عاصمين أخبرني عطاء بن السائب قال أتيت أبا عبد الرحمني فإذا هو يكوي غلاما قال قلت تكويه قال نعم هو دواء العرب قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وقد أنزل معه دواء جهله منكم من جهله وعلمه منكم من علمه حثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحواصي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده ثم يقول ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يستعى الفجر حان عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا أبو عبيدة الحدد قال حدثنا سكين بن عبد العزيز العبدي حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحواصي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معالما اقتصد قال عبد الله بن أحمد إلى هنا قرأت على أبي ومن هنا حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله أنه قال في هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر قال قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين أو فلقتين شعبة الذي يشك فكان فلقت من وراء الجبل وفلقت على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن أبن مسعود لقيه عثمان بعرفات فخلا به فحدثه ثم أن عثمان قال لابن مسعود هلاك في فتاة أزوجكها فدعا عبد الله بن مسعود علقمة فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وإحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم وجاءه أو وجاءة له حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان عن إبراهيم أن الأسود وعلقمة كان مع عبد الله في الدار فقال عبد الله صلى هؤلاء قالوا نعم قال فصلى بهم بغير أذاء ولا إقامة وقام وسطهم وقال إذا كنتم ثلاثة فإصنعوا هكذا فإذا كنتم أكثر فليأمكم أحدكم وليضع أحدكم يديه بين فخذيه إذا ركع فليحن فكأنما أنظروا إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وعن أبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحريث وضعت حملها بعد وفت زوجها بخمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال كأنك تحدثين نفسك بالباءة ما لاك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل إذا أتاكي أحد ترضينه فأتيني به أو قال فأنبئيني فأخبرها أن عدتها قد انقضت حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس خلاس عن عبد الله بن عتبة أن سبيعة بنت الحريث فذكر الحديث أو نحو ذلك وقال فيه وإذا أتاكي كفؤ فأتيني أو أنبئيني وليس فيه أبن مسعود وقال عبد الوهاب عن خلاس عن أبن عتبة مرسل حثنا محمد بن جعفر قال الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني ثم يموت تحدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان الأعرجي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال اختلفوا إلى أبن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك فقالوا لابد من أن تقول فيها قال فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فإن يكون صوابا فمن الله عز وجل وإن يكون خطأا فمني ومن الشيطان والله عز وجل ورسوله بريئني فقام رهت من أشجع فيهم الجراح وأبو سناء فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل الذي قضيت ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا حين وافق قوله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا عبد الله بن بكر قال قال حدثنا سعيد قال أبي وقرأت على يحيى بن سعيد عن هشامين عن قتادة عن خلاس وعن أبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبن مسعود أتيا في امرأة تزوجها رجل فلم يسمي لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها قال فاختلفوا إلى أبن مسعود فذكر الحديثة إلا أنه قال كان زوجها هلال أحسبه قال ابن مرة قال عبد الوهاب وكان زوجها هلال ابن مرة الأشجعي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة أنه اختلف إلى أبن مسعود مسعود في امرأة تزوجها رجل فمات فذكر الحديث قال فقام الجراح وأبو سناء فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به فيهم في الأشجعي بن ريث في بروع بنت وشق الأشجعية وكان اسم زوجها هلال ابن مروان قال عفان قضى به فيهم في الأشجعي بن ريث في بروع بنت وشق الأشجعية وكان زوجها هلال ابن مروان حدثنا عمر بن عبيد التنافسي عن عاصمي بن أبي النجودي عن زري بن حبيش عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي حدثنا عمر بن عبيد عن أبي اسحاق عن أبي الأحواصي عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده يقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره حتى يبدو بياض خده يقول السلام عليكم ورحمة الله حسنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم وقال غيره عن علق ما تقال قال عبد الله بين نحن في المسجد ليلة الجمعة إذ قال رجل من الأنصار والله لأن وجد رجل رجلا مع امرأته فتكلم لا يجلدن وإن قتله لا يقتلن ولا أن سكت ليسكتن على غيظ والله لأن أصبحت لا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لأن وجد رجل مع امرأته رجلا فتكلم لا يجلدن وإن قتله لا يقتلن وإن سكت ليسكتن على غيظ وجعل يقول اللهم أفتح اللهم أفتح قال فنازلت الملاعنة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية حان أبن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله يذكر عن إبراهيم عن علق متى أنه أخبرهم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم خمسا ثم انفطال فجعل بعض القوم يوشوشوا إلى بعض فقالوا له يا رسول الله صليت خمسا فانفطال فسجد بهم سجدتين وسلم وقال إنما أنا بشر إنسى كما تمسون حثنا الفضل بن دكال قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوشمة والمتوشمة والواصلة والواصلة والموصولة والمحل والمحلال له وآكل الربا ومواكله حثنا أسود بن عامر أخبرنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلال له وآكل الربا ومطعمه حثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أي الأعمال أفضل قال الصلوات لوقتها وبر الوالدين الجهاد في سبيل الله عز وجل حثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن عمري بن وابسة الأسادي عن أبيه قال إني بالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار السلام عليكم أالج قلت عليكم السلام فالج فلما دخل فإذا هو عبد الله بن مسعود قلت يا أبا عبد الرحمني أي ساعة زيارة هذه وذلك في نحر الظهيرة قال طال علي النهار فذكرت من أتحدث إليه قال فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه قال ثم أنشأ يحدثني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة النائم فيها خير من المتجع والمتجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الراكب والراكب خير من المشري قتلاها كلها كلها في النار قال قلت يا رسول الله ومتى ذلك قال ذلك أيام الهرج قلت ومتى أيام الهرج قال حين لا يئن الرجل جليسه قال قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك قال اكفف نفسك ويدك وادخل دارك قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل رجل علي داري قال فادخل بيتك قال قلت أفرأيت فإن دخل علي بيتي قال فادخل مسجدك واصنع هكذا وقبض بيمينه على الكوع وقل ربي الله حتى تموت على ذلك حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد عن عمر بن وابسة الأسدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني عبدة بن أبي لبابة أن شقيق ابن سلمة قال سمعت ابن مسعود يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بإسما للرجل أو للمرء أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو آية كيت وكيت بل هو نسي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الأعمش في قوله عز وجلال قد رأى من آيات ربه الكبرى قال قال ابن مسعود رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفرفا أخضر من الجنة قد سد الأفق ذكره عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن صماك أنه سمع إبراهيم يحدث عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أني أخذت امرأة في البستان ففعت بها كل شيء غير أني لم أجمعها قبلتها ولازمتها ولم أفعل غير ذلك فافعل بما شئت فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فذهب الرجل فقال عمرو لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه قال فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فقال ردوه علي فردوه عليه فقرأ عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أن الحسنات يذهبن السيئات إلى الذاكرين فقال معاذ بن جبل أله وحده وحده أم للناس كفة يا نبي الله فقال بل للناس كفة حدثنا سريج حدثنا أبو عوانة عن صماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود وذكر الحديث حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن صماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعانى قومه على ظلمين فهو كالبعير المترد ينزع بذنابه حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال أفضت مع ابن مسعود من عرفة فلما جاء المزدل فتصلى المغرب والعشاء كل واحدة منهما بأذاء وإقامة وجعل بينهما العشاء ثم نام فلما قال قائل طلع الفجر صلى الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هتين الصلتين أخرت عن وقتهما في هذا المكان أما المغرب فإن الناس لا يأتون هاهنا حتى يعطموا وأما الفجر فهذا الحين ثم وقف فلما أسفر قال إن أصاب أمير المؤمنين دفع الآن قال فما فرغ عبد الله من كلامه حتى دفع عثمان حسنا عبد الرزاق أخبرني أبي عن ميناء عن عبد الله بن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم الليلة وفد الجن فلما انصر فتنفس فقلت ما شأنك فقال نعيت إلي نفسي يا أبن مسعود حسنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحواصي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أنظر فأحرق على قومين بيوتهم لا يشهدون الجمعة حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي فزارة العبسي قال حدثنا أبو زيد مولى عمري بن حريث عن أبن مسعود قال لما كان ليلة الجن تخلف منهم رجلان وقال نشهد الفجر معك يا رسول الله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء قلت ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ حسنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحواصي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن أمر فيتياني فيحزم حطبا ثم أمر رجلا يأم بالناس فأحرق على قومين بيوتهم لا يشهدون الجمعة حسنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن عبد الله بن عثمان عن القاسم عن أبيه أن الوليد بن عقب تأخر الصلاة مرة فقام عبد الله بن مسعود فثوب بالصلاة فصل بالناس فأرسل إليه الوليد ما حملك على ما صنعت أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما فعلت أم ابتدعت قال لم يأتني أمر من أمير المؤمنين ولم أبتدع ولكن أبى الله عز وجل علينا ورسوله أن ننتظرك بصلاطينا وأنت في حاجتك حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن علق متابن قيسين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فجاءه بحجرين وبروثة فألقى روثة وقال إن هاريكسون أتيني بحجر حثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني عيسى بن دينار عن أبيه عن عمري بن الحارثي بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمت معه ثلاثين حثنا يحيى بن زكريا حدثني إسرائيل عن أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمري بن حريث عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معك طهور قلت لا قال فما هذا في الإداوة قلت نبيذ قال أرينيها تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ منها وصلى حثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا حجاج عن زيدي بن جبير عن خشفي بن مالك عن ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض وعشرين ابن طالبو وعشرين حقا وعشرين جذعة حان يحيى بن زكريا قال حدثنا حجاج عن زيدي بن جبير عن خشفي بن مالك عن ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض وعشرين ابن طالبو وعشرين حقا وعشرين جذعة حان يحيى بن زكريا عن أبيه عن أبي اسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فأنا الذي رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي حسن حسين بن علي عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي قال أخذ عبد الله بيدي قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيدي فعلمني التشاهد في الصلاة التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله حسن حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج قال قال الهرج القتل حسن حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمة عن أبيه عن عبد الله قال صرعينا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا يا رسول الله لو امتسسنا الأرض فنمن ورعت ركبنا قال ففعل قال فقال لي حرسنا بعضكم قال عبد الله فقلت أنا أحرسكم قال فأدركني النوم فنمت لم أستيقظ إلا والشمس طالعة ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكلامنا فأمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن أبي الواصل عن أبن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن المحل والمحلال له حسن أبو أحمد الزبيري حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحواصي عن عبد الله قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلطتم علي القرآن حسن يزيد أخبرنا حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر حسن يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال دخلت على أبني مسعود أنا وعمي بالهاجرة قال فأقام الصلاة فقمنا خلفه قال فأخذني بيد وأخذ عمي بيد قال ثم قدمنا حتى جعل كل رجل منا على ناحية ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا كانوا ثلاثة حنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن سماكي بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أبني مسعود قال بينما رجل في من كان قبلكم كان في مملكته فتفكر فعلما أن ذلك منقطع عنه وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه فتسرب فانساب ذات ليلة من قصره فأصبح في مملكة غيره وأتى ساحل البحر وكان به يضرب اللبن بالأجر فيأكل ويتصدق بالفضل فلم يزل كذلك حتى رقي أمره إلى ملكهم وعبادته وفضله فأرسل ملكهم إليه أن يأتيه فأبعى أن يأتيه فأعادى ثم أعادى إليه فأبعى أن يأتيه وقال ما له ومالي قال فركب الملك فلما رأاه الرجل والهاجب فلما رأى ذلك الملك ركض في أثره أثره فلم يدركه قال فنداه يا عبد الله إنه ليس عليك مني بأس فأقام حتى أدركه فقال له من أن ترحمك الله قال أنا فلان ابن فلاء صاحب مولي كذا وكذا تفكرت في أمري فعلمت أن ما أنا فيه منقطع فإنه قد شغلني عن عبادتي ربي فتركته وجئتها هنا أعبد ربي عز وجل فقال ما أنت بأحواج إلى ما صنعت مني قال ثم نزلا عن دابته فسيبها ثم تبعه فكان جميعا يعبدان لها عز وجل فدعوا لها أن يميتهما جميعا قال فماتا قالا لو كنت برميلة مصر لا أريتكم قبورهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا يزيد وأبو النظر قال حدثنا المسعودي عن الولدي بن العيزار عن أبي عمر الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لميقاتها قال قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين قال قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله قال فسكت ولو استزدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زادني حثنا يزيد يعني ابن هارون أخبرنا العوام حدثني أبو محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أيما مسلمين مضى لهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغ حنثا كانوا لهم حصنا حصينا من النار قال فقال أبو ذر مضى لي اثنان يا رسول الله قال واثنان قال فقال أبي أبو المنذر سيد القراء مضى لي واحد يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد وذلك في الصدمة الأولى حثنا يزيد أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني أبو إسحاق الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمني عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزول رحى الإسلام على رأس خمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن هلكوا فسبيل من هلك وإن بقوا بقي لهم دينهم سبعين عاما دفنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة وعن السدي عن مرة عن عبد الله قال أبي شعبة رفعه وأنا لا أرفعه لك في قول الله عز وجل ومن يريد فيه بإلحاد بظلمين نذقه من عذاب أليمين قال لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدني أبينا لأذاقه الله عذابا أليما حفنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصمين عن زر عن عبد الله قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك يوم القيامة قال هم غر محجلون بلق من أثار الوضوء حفنا يزيد أخبرنا فضيل بن مرزوق حدثنا أبو سلمة الجهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قطو إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتيك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسمينه ولاك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أم تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدلهما كان حزنه فرحا قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات قال أجل ينبغي لمن سامعهن أن يتعلمهن حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن يزيد حدثنا فرقد السباخي قال حدثنا جابر بن يزيد أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم أن تحبسوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فاحبسوا ونهيتكم عن الظروف فانبذوا فيها واجتنبوا كل مسكر حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عبد الله بن السائب عن زذان عن عبد الله بن مسعود قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام حدثنا معاذ حدثنا ابن عوين وابن أبي عادي عن ابن عوين حدثني مسلم البطين عن ابراهيم للطيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمو إن قال ما أخطأني أو قل ما أخطأني ابن مسعود خميسا قال ابن أبي عادي عشية خميس إلا أتيته قال فما سمعته لشيء قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي عادي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول فنكس قال فنظرت إليه وهو قائم محلول أزرار قميسه قد أغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه فقال أوي دون ذاك أوي فوق ذاك أوي قريبا من ذاك أو شبيها بذاك حان روح حدثنا حماد بن سلمة عن عاصمي بن بهدلة عن زري بن حبيش عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف وأقرأها آخر فخالفني في آية منها فقلت من أقرأك قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له لقد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقلت يا رسول الله ألم تقرئني كذا وكذا قال بل قال الآخر ألم تقرئني كذا وكذا قال بل فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل الذي عنده ليقرأ كل واحد منكما كما سمع فإنما هلك أو أهلك من كان قبلكم بالاختلاف فما أدري أأمره بذاك أو شيء قاله من قبله حدثنا أبو داود وعفان قال حدثنا همام عن قتادة عن ورق العجلي عن أبي الأحواصي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تفضل صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين صلاة كلها مثل صلاته قال عفان بلغني أن أبا العوامي وافقه حدثنا عبد الوهابي عن سعيد عن قتادة عن أبي الأحواصي عن أبني مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله حدثنا أبو قطئ حدثنا شعبة عن سماك عن إبراهيم عن خاله عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت امرأة في حش بالمدينة فأصبت منها ما دون الجماع فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا حدثنا أبو قطئ حدثنا المسعودي عن سعيد بن عمر وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى ليلة القدر قال من يذكر منكم ليلة الصهبة واتقال عبد الله أنا بأبي أنت وأمي وإن في يدي لتمرات أستحر بهن مستطرا من الفجر بمؤخرة رحلي وذلك حين طلع القمير حثنا عفان حدثنا أبو عوانة وأبو نعيمين حدثنا إسرائيل عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومواكله وشهديه وكاتبه حثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحارث بن حصيرة حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وربوع أهل الجنة لكم ربوعها ولسائر الناس ثلاثة أرباعها قالوا الله ورسوله أعلموا قال فكيف أنتم وثولثها قالوا فذاك أكثر قال فكيف أنتم والشطر قالوا فذلك أكثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يوم القيامة عشرون ومائة صف أنتم منها ثمانون صفا حنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنهم قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك قال غر محجلون بلق من أثر الطهور حدثنا عفان حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة ولا ينازعني فيها أحد حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود قال تكلم رجل من الأنصار كلمة فيها موجدة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقرني نفسي أن أخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم فلوديت أني افتديت منها بكل أهل ومال فقال قد آذى موسى عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك فصبر ثم أخبر أن نبيا كذبه قومه وشجوه حين جاءهم بأمر الله فقال وهو يمسح الدمى عن وجهه اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا فراتكم على الحوض وسأنازع رجالا فأغلب عليهم فلا أقول أن ربي أصيح بي أصيح بي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك حثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال ربما حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكبو ويتغير لونه وهو يقول هكذا أو قريبا من هذا حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن حدثه أن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل من داء إلا أنزل معه شفاء وقال عفان مرة إلا أنزل له شفاء أن علمه من علمه وجهله من جهله حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفح جبل وهو قائم يصل وهم نيام قال إذ مرت به حية فاستيقظنا وهو يقول منعها منكم الذي منعاكم منها وأنزلت عليه والمرسلات عرفا فالعصفات عصفا فأخذتها وهي رطبة بفيه أو فوه رطب بها حثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحارث بن حصيرة حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حني قال فول عنه الناس وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار فنكسنا على أقدامنا نحوا من ثمانين قدما ولم نولهم أدبر وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته ينضي قدما فحادت به بغلته فما لا عن السرج فقلت له ارتفع رفعك الله فقال ناولني كفا من ترابا فضربا به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا ثم قال أين المهاجرون والأنصار قلتهم أولئ قال اهتف بهم فهتفتوا فهتفتوا بهم فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهوب وولى المشركون أدبارهم حثنا عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة قال حسن عن عطاء وقال عفان حدثنا عطاء بن السائب عن عمر بن ميموء عن ابن مسعود قال حسن إن أبن مسعود حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في النار ما شاء الله أن يكونوا ثم يرحمهم الله فيخرجهم منها فيكونون في أدنى الجنة فيغتسلون في نهر يقال له الحيوان يسميهم أهل الجنة الجهنميون لو ضاف أحدهم أهل الدنيا لفرشهم وأطعمهم وسقاهم ولحافهم ولا أظنه إلا قال ولا زوجهم قال حسن لا ينقصه ذلك شيئا حسن عفان حدثنا أبو عوانة عن عاصمين عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم حسن عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصمي بن بهدالة عن زر بن حبيش عن أبني مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم بالموسم فراثت علي أمتي قال فرأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملاء السهل الجبل قال حسن فقال أرضيت يا محمد فقلت نعم قال فإن لك مع هؤلاء قال عفان وحسن فقال يا محمد إن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقالا يا نبي الله أدعو لها أن يجعلني منهم فدعا له ثم قام آخر فقالا يا نبي الله أدعو لها أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة حدثنا عفان حدثنا حماد عن عاصمي بن بهدالة عن زر بن حبيش عن ابني مسعود قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين أبي بكر وعمر وإذا ابن مسعود يصلي وإذا هو يقرأ النساء فانتهى إلى رأس المائة فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل تعطاه أسأل تعطاه ثم قال من سره أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد فلما أصبح غدا إليه أبو بكر ليبشره وقال له ما سألت لها البارحة قال قلت اللهم ثم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخدي ثم جاء عمر فقيل له أن أبو بكر قد سبقك قال يرحم الله أبو بكر ما سبقته إلى خير قطوء قطوء إلا سبقني إليه حدثنا معاوية حدثنا زائدة حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فذكر نحوه حدثنا عفان حدثنا قيس أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وشرار الناس الذين تدركهم الساعة أحياء والذين يتخذون قبورهم مساجدة حثنا عفان حدثنا جرير يعني ابن حازمين حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علق متابن قيس عن عبد الله قال لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفرجات والمغيرات خلق الله ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من بني أسد أني لا أظنه في أهلك فقال لها اذهبي فانظري فذهبت فنظرت فقالت ما رأيت فيهم شيئا وما رأيته في المصحف قال بل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمني حدثنا شيبان حدثنا جرير بن حازمين عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عفان حدثنا شعبة عن زبيد ومنصور وسليمان أخبروني أنهم سمعوا أبا وإلن يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد قلت لأبي وإلن مرتين أنت سمعته من عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن إبراهيم الطيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعاك فوضعت يدي عليه وقلت إنك توعاك وعكا شديدا قال إني أعكو كما يوعاك رجلان منكم قال قلت ذاك بأن لك أجرين قال أجل ما من مؤمي إن يصيبه مرض فما سواه إلا حط الله به خطاياه كما تحط الشجرة ورقها حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن عبد الرحمني بن الأسود عن أبيه قال دخلت أنا وعلقمت على عبد الله بن مسعود بالهاجرة فلما مالت الشمس أقام الصلاة وقمنا خلفه فأخذ بيدي وبيدي صاحبي فجعلنا عن ناحيته وقام بيننا ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعوا إذا كانوا ثلاثة ثم صلى بنافو لما انصر فقال إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فلا تنتظرهم بها واجعلوا الصلاة معهم صبحة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمت عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر إنسى كما تنسون فأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك الصواب فليتم عليه ويسجد سجدتين حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى فقال يا أبا محمد ادن إلى الغداء فقال أوليس اليوم يوم عاشر أقال وما هو قال إنما هو يوم كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن شقيقي بن سلمة عن عبد الله قال إني لا أعلم النظائر التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتين في ركعة حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فراتكم على الحوض ولا يخطى لاجلنا رجال دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أغفر لي أنك أنت التواب حدثنا أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن خط حوله فكان يجيء أحدهم مثل سواد النخل وقال لي لا تبرح مكانك فأقرأهم كتاب الله عز وجل فلما رأزت قال كأنهم هؤلاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء قلت لا قال أمعك نبي ذن قلت نعم فتوضأ به حدثنا أبو سعيد وابن جعفر قال حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق قال محمد يعني ابن جعفر عن أبي إسحاق عن أبي الأحواصي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا حدثنا أبو قطأ عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحواصي عن عبد الله قال من سره أن يلقى لها غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمسي حيث يناد بهن فإن الله عز وجل شرع سنن الهدى لنبيه وإنهن من سنن الهدى وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مسجدكم لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لضلتم حثنا أبو قطأ حدثنا المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قالا لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أغفر لي إنك أنت التواب اللهم أغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك حان أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا قال فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها قال فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة فسجد سجدتي السهو بعد الكلام حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصات فقيل له إن ناسا يرمونها من فوقها فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله قال أن شق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنني حتى ذهبت فرقة منه خلف الجبل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي عن أبي نهشل عن أبي وإل إن قال قال عبد الله فضل الناس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأربع بذكر الأسر يوم بدر أمر بقتلهم فأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وبذكره الحجاب أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتاج ابن فقالت له زينب وإنك علينا يا أبن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا فأنزل الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم أيد الإسلام بعمر وبرأيه في أبي بكر كان أول الناس بايعه حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عاصم يعني ابن محمدي بن زيدي بن عبد الله بن عمر عن عامري بن السمط عن معاوية بن إسحاق عن عطائي بن يسار عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء بعد يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون حان هاشم حدثنا شعبة وعن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة الهلالية يحدث عن ابن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذته فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرفت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية قال كلكما محسن لا تختلف أكبر علمي قال مسعر قد ذكر فيه لا تختلف إن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم حان هاشم حدثنا محمد يعني ابن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى أصفرت الشمس أو أحمرت فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشاء الله أجوافهم وقبورهم نارا حانا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصمين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حني ألجع الرانة إزدحموا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فضربوه وشجوه قال فجعل يمسح الدمى عن جبهته ويقول ربي أغفر لقومي إنهم لا يعلمون حثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصمين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قالت وأوفي يا رجل من أهل الصفة فوجدوا في شملته دينارين فذكروا ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كي يتعني حثنا يونس حدثنا شيبان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا رسول الله إن الله عز وجل يوم القيامة يحمل السموات على إصبع والأراضين على إصبع الجبال على إصبع والشجر على إصبع والماء والثر على إصبع وسائل الخلق على إصبع يهزهن فيقول أنا الملك قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدروا أله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية حدثناه أسود حدثنا إسرائيل إسرائيل عن منصور فذكره بإسناده ومعناه وقال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بد ناجذه تصديقا لقوله حثنا سليمان بن حيان أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمع عبد الله الجمرة في بطن الوادي قلت إن الناس لا يرمون منها هنا قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة حنا يونس حدثنا المعتمر عن أبيه عن سليمان الأعمش عن شقيقي بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي إذ مر بصبياء يلعبون فيهم ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يدك أتشهد أني رسول الله فقال هو أتشهد أني رسول الله قال فقال عمر رضي الله تعالى عنه دعني فلأضرب عنقه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكو الذي تخاف فلن تستطيعه حثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصمين عن زر عن أبن مسعود قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة لا ينازعون فيها أحد حثنا يونس حدثنا يزيد بن زرع عن حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي لي أني منكم أولو الأحلام والنوها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهوشات الأسواق حثنا شجاع بن الوليد حدثنا أبو خالد الذي كان يكون في بني دلان يزيد الواسطي عن طلقي ابني حبيب عن أبي عقرب الأسدي قال أتيت عبد الله ابن مسعود فوجدته على أنجاز له يعني سطحا فسمعته يقول صدق الله ورسوله فصعدت إليه فقلت يا أبا عبد الرحمن ما لك قلت صدق الله ورسوله صدق الله ورسوله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأنا أن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر وأن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع قال فصعدت فنظرت إليها فقلت صدق الله ورسوله صدق الله ورسوله حثنا عتاب حدثنا عبد الله وعلي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة وفحمة فقال لا تستنجينا بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء حنى عبيدة بن حميد عن المخارق بن عبد الله الأحمسي عن طارق بن شيهاب قال قال عبد الله بن مسعود لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما على الأرض من شيء قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا فارسا قال فقال أبشر يا نبي الله والله لا نقول لك كما قالت بن إسرائيل لموسى صلى الله عليه وسلم اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدونا ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك حثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عبد الرحمن بن الأسوادي بن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلات عرفا ليلة الحية قال فقلنا له وما ليلة الحية يا أبا عبد الرحمن قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء ليلا خرجت علينا حية من الجبل فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها فطل أبناها فأعجزتنا فقال دعوها عنكم فقد وقاها الله شركم كما وقاكم شرها حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الأسوادي بن يزيد النخعي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد قال وقفت مع عبد الله بن مسعود بين يدي الجمرة فلما وقف بين يديها قال هذا والذي لا إله غيره موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة يوم رماها قال ثم رماها عبد الله بن مسعود بسبع حصيات يكبر مع كل حصات رم بها ثم انصراف حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الحريث أظنه يعني ابن فضيل عن جعفري بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسوري عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون حثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شيها بن حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عطبة أن عبد الله بن مسعود قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريب من ثمانين رجلا من قريش ليس فيهم إلا قرشي لا والله ما رأيت صفحة وجوه رجال قط أحسن من وجوههم يومئذ فذكروا النساء فتحدثوا فيهم فتحدث معهم حتى أحببتوا أن يسكت قالا ثم أتيته فتشاهد ثم قالا أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا ألها فإذا عاصيتموه بعاث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يسلد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمر بن حريث المخزومي عن عبد الله بن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في نفر من أصحابه إذ قال ليقوم معي رجل منكم ولا يقومن معي رجل في قلبه من الغش مثقال ذرة قال فقمت معه وأخذت إداوة ولا أحسبها إلا ماء فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة قال فخط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال قم ها هنا حتى آتيك قال فقمت ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فرأيتهم يتثورون يتثورون إليه قال فسمر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا حتى جاءني مع الفجر فقال لي ما زلت قائما يا أبن مسعود قال فقلت يا رسول الله أولم تقل لكم حتى آتيك قال ثم قال لي هل معك من وضوء قال فقلت نعم ففتحت الإداوة فإذا هو نبيذ قال فقلت له يا رسول الله والله لقد أخذت الإداوة ولا أحسبها إلا ماء فإذا هو نبيذ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور قال ثم توضأ منها فلما قام يصلي أدركه شخصان منهم قال له يا رسول الله إن نحب أن تأمن في صلاتنا قال فصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ثم صلى بناف لما انصر فقلت له من هؤلاء يا رسول الله قال هؤلاء جن نصيبين جاءوا يختصمون إلي في أمور كانت بينهم وقد سألوني أزاد فزودتهم قال فقلت له وهل عندك يا رسول الله من شيء تزودهم إياه قال قال فقال قد زودتهم الرجعة وما وجدوه من روث وجدوه شعيرا وما وجدوه من عظمين وجدوه كاسيا قال وعند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يستطاب بروث والعظم حثنا يعقوب قال حدثني أبي عن أبني إسحاق قال حدثني عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة وفي آخرها عبد الرحمن بن الأسوادي بن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه قال فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على واركه اليسرى التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمدا عبده ورسوله قال ثم إن كان كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغوا من تشاهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشاهده ما شاء الله أن يدعو وثم يسلم حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني عن أنصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن الأسوادي بن يزيد النخعي عن أبيه سمعت رجلا يسأل عبد الله بن مسعود عن أنصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته عن يمينه كان ينصرف أو عن يساره قال فقال عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف حيث أراد كان أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته على شقه الأيسر إلى حجرته حثنا حجاج حدثنا ليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق أن عبد الرحمن بن الأسود حدثه أن الأسود حدثه أن أبن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثنا محمد بن كعب القرضي عن من حدثه عن عبد الله بن مسعود قال بين نحن معه يوم الجمعة في مسجد الكوفة وعمار بن ياسر أمير على الكوفة لعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود على بيت المال إذ نظر عبد الله بن مسعود إلى الظل فرآه قدر الشراك فقالا إن يصب صاحبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يخرج الآن قال فوالله ما فرغ عبد الله بن مسعود من كلامه حتى خرج عمار بن ياسر يقول الصلاة حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال وحدثني عبد الرحمن بن الأسوادي بن يزيد النخعي عن أبيه قال دخلت أنا وعمي علقمت على عبد الله بن مسعود بالهاجرة قال فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره ثم قام بيننا فسففنا خلفه صفا واحدا قال ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة قال فصل بنا فلما ركع طبق وأصق ذراعيه بفاخذيه وأدخل كفيه بين ركبتيه قال فلما سلم أقبل علينا فقالا إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فإذا فعلوا ذلك فلا تنتظروهم بها واجعلوا الصلاة معهم سبحة حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا الحارث بن فضيل الأنصاري ثم الخطمي عن سوفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال كسفت الشمس في عهد عثمان بن عفان وبالمدينة عبد الله بن مسعود قال فخرج عثمان فصل بالناس تلك الصلاة ركعتين وسجدتين في كل ركعة قال ثم انصرف عثمان فدخل داره وجلس عبد الله بن مسعود إلى حجرة عائشة وجلسنا إليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر فإذا رأيتمه قد أصابهما فافزعوا إلى الصلاة فإنها إن كانت التي تحذرون كانت وأنتم على غير غفلة وإن لم تكن كنتم قد أصبتم خيرا واكتسبتمه حدثنا سعد بن إبراهيم أخبرنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين كأنه على الرطف قال سعد قلت لأبي حتى يقوم قال حتى يقوم حدثناه نوح بن يزيد أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين كأنه على الرطف وربما قال الأولين قال قلت لأبي حتى يقوم قال حتى يقوم قال أبي وحدثناه نوح بن يزيد أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرطف قال قلت لأبي حتى يقوم قال حتى يقوم حتى أبي حتى يقوم قال حتى يقوم undergoه فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع إليه فيقول يا رب وجدتها ملأ ثلاثا فيقول اذهب اذهب فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو عشرة أمثال الدنيا قال يقول رب أتضحك مني وأنت الملك قال وكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزلة حثنا زياد بن عبد الله البكاء يحدثنا منصور عن سالمين عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد وكل به قارينه من الجن قال وأنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فليس يأمرني إلا بخير قال حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال وصامع عبد الله بخسف قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا إن بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلب من معه يعني ماء ففعلنا فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فملأت بطني منه واستسقى الناس قال عبد الله قد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل حسن حسن بن موسى حدثنا شيبان عن عبد الملك يعني ابن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق حسن حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وإل عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فطنعتها لزوجها أو تصفها لزوجها أو للرجل كأنه ينظر إليها وإذا كان ثلاثة فلا يطنج اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزن هو من حلف علي مئ كاذبا ليقططيع بها مال أخيه أو قال مال إمرئ مسلمين لقيلها عز وجل وهو عليه غضبان قال فسامع الأشعث بن قيس ابن مسعود يحدث هذا فقال في قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رجل أختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بئر حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلتا عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه الآية ولقد رأاه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل صلى الله عليه وسلم وله ستمائة جناح ينتثر من ريشه التهوية للدر والياقوت حسن بن موسى حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس ولم يسمعه منه وسأله رجل عن حديث علقمة فهو هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود أتى أبا موسى الأشعارية في منزله فحضرت الصلاة فقال أبو موسى تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم سنا وأعلم قال له بل تقدم أنت فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت أحق قال فتقدم أبو موسى فخلعن عليه فلما سلم قال ما أردت إلى خلعه ما أبي الوادي المقدس أنت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفين والنعلين حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحواص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومين يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم حانا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال حج عبد الله بن مسعود فأمرني علقمة إن أزمه فلازمته فكنت معه فذكر الحديث لما كان حين طلع الفجر قال أقم فقلت أبا عبد الرحمني إن هذه لساعة ما رأيتك صليت فيها قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم قال عبد الله هما صلاة تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة وصلاة الغدات حين يبزغ الفجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حسنا حسن بن موسى قال سمعت حديجا أخا زهيري بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطبة عن ابن مسعود قال قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحون من ثمانين رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفتة وعثمان بن مضعوء وأبو موسى فأتوا النجاشية وبعثت قريش عمرو بن العاصي وعمارة بن الوليد بهدية فلما دخل على النجاشي سجد له ثم ابنت دراه عن يمينه وعن شماله ثم قال له إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا قال فأين هم قال هم في أرضك فبعث إليهم فبعث إليهم فقال جعفر أنا خطبكم اليوم فاتبعوه فسلم ولم يسجد فقالوا له ملاك لا تسجد للملك قال قال إن لا نسجد إلا لله عز وجل قال وماذاك قال إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل وأمرنا بالصلاة والزكاة قال عمرو بن العاصف إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم قال ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه قالوا نقول كما قال الله عز وجل هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفردها ولد قال فرفع عودا من الأرض ثم قال يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى هذا مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده أشهدوا أنه رسول الله فإنه الذي نجد في الإنجيل وإنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم انزلوا حيث شئتم والله لو لما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضئه وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا وزاعما أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته حثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف نقرأ هذا الحرف فهل من مدكر أذال أم دال فقال لا بل دال ثم قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها مدكر دالا حثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر يعني المخرامية قال حدثنا الحارث بن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمني بن المسوري بن مخرمة عن أبي رافع قال أخبرني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قطوء إلا وله من أصحابه حواري وأصحاب يتبعون أثره ويقتدون بهديه ثم يأتي من بعد ذلك خوالف أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة والمحل والمحلال له والوشيمة والموشومة وآكل الربا ومطعمه حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي رزيء عن أبني مسعود قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغارفة نازلت عليه والمرسلات عرفا فقارأتها قريبا مما أقرأني غير أني لست أدري بأي الآيتين ختم حنا عفا نحدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأنا عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد وما بقي أحد من القوم إلا سجد إلا رجلا رفع كفا من حصن فوضعه على وجهه وقال يكفيني هذا قال عبد الله لقد رأيته بعد ذلك قتل كفرا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وإلين عن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى من مات وهو يجعل لله ندا أدخله الله النار وقال عبد الله وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وإلين يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يطناجع اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه ولا تباشر المرأة المرأة ثم طنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وإلين يحدث عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أرأيت ما عملنا في الشرك نؤخذ به قال من أحسن منكم في الإسلام لم يؤخذ بما عمل في الشرك ومن آساء منكم في الإسلام أخذ بما عمل في الشرك والإسلام حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وإلين عن عبد الله أنه قال أني لا أخبر بجماعتكم فيمنعني الخروج إليكم خشة أن أمن لكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الأيام بالموعظة خشة السآمة علينا حسنا عفان حدثنا مهدي حدثنا واصل عن أبي وإل إن قال غدونا على عبد الله بن مسعود ذات يومين بعد صلاة الغدات فسلمنا بالباب فأذن لنا فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله فقال هذن كهذ الشعر أن قد سمعنا القراءة وإني لا أحفظ القراءة التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم حسنا عفان حدثنا مهدي حدثنا واصل الأحدب عن أبي وإل إن عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الإثم أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت يا رسول الله ثم ماذا قال ثم أن تزاني حليل تجارك حسنا عفان حدثنا حمد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زري بن حبيش عن ابن مسعود أنه قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة ابن أبي محيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد فرع من المشركين فقال يا غلام هل عندك من لباء تسقينا قلت أني مؤتمن ولست ساقيكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل قلت نعم فأتيت هما بيها فاعتق لها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع ثم أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر ثم شربت ثم قال للضرع أقلص فقال صفأتيته بعد ذلك فقلت علمني علمني من هذا القول قال إنك غلام معلم قال فأخذت من فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد حثنا عفان حدثنا شعبة عن اسماعيل ابن رجاء عن عبد الله بن أبي الهذيلي عن أبي الأحواصي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا لو كنت متخذا خليلا لا اتخذت أبو بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا حثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي عن أبني مسعود أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم فلما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعاص وما أمروا به أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة سبعة من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم فلما رهقوه قال رحم الله رجلا ردهم عنا قال فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل فلما رهقوه أيضا قال يرحم الله رجلا ردهم عنا عنا فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا فجاء أبو سفيان فقال أعله بل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقول الله مولانا والكافرون لا مولى لهم ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر يوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم نسر حنظلة بحنظلة وفلان بفلاء وفلان بفلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سواء أما قتلانا فأحياء يرزقون وقتلكم في النار يعذبون قال أبو سفيان قد كانت كانت في القوم مثلة وإن كانت لعن غير ملع منا ما أأمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا سأني ولا سرني قال فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبده فلكتها فلم تستطع أن تأكلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأكلت منه شيئا قالوا لا قال ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه وجئ برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه فرفع الأنصاري وترك حمزة ثم جئ بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة حنا عفان حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أباء الأحواص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أي الصدقة أفضل قال الله ورسوله أعلم قال المنيحة أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشات أو لبن البقرة حثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عاصم بن بهدلة وحدثنا منصور بن المعتمري عن أبي وإلن عن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسما لأحدهم أو أحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نصي واستذكر القرآن فإنه أسرع تفاصيا من صدور الرجال من أن عمي من عقلها قال أو قال من عقله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وإلن يحدث عن عبد الله قال لا كنا نتكلم في الصلاة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قدوم وما حدث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث لنبيه ما شاء قال شعبة وأحسبوه قد قال مما شاء وإنه مما أحدث لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا تكلموا في الصلاة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيدا في الصلاة فسجد سجدتين حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت منصورا يحدث عن خيث متابن عبد الرحمن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سمرة إلا لرجلين أو لأحد رجلين لمصل ولمسافر حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن أبي قيسين عن هزيلي بن شرحبيل قال سأل رجل أبا موسى الأشعارية عن امرأة تركت أبنتها وأبنة ابنها وأختها فقال النصف للابنة وللأخت النصف وقال أتي أبن مسعود فإنه سيتابعني قال فأتوا ابن مسعود فأخبروه بقول أبي موسى فقال لقد ضلتوا إذا وما أنا من المهتدين لا أقضينا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة وجدت هذا الحرف مكتوبا لا أقضينا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف والابنة لابن السدوس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول أبن مسعود فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامعي بن شدد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض يعني الدهاس الرمل فقال من يكلأنا فقال بلال أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتنم قال فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ ناس منهم فلان وفلان فيهم عمر قال فقلنا أهضبوا يعني تكلموا قال فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون قال فافعلنا قال وقال كذلك فافعلوا لمن نام أو نسي قال وضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبتها فوجدت حبلها حبلها قد تعلق بشجرة فجئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فركب مسرورا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه وعرفنا ذلك فيه فتنحى منتبذا خلفنا قال فجعل يغطي رأسه بثوبه ويشتد ذلك عليه حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه فأتنا فأخبرنا أنه قد أنزل عليه إن فاتحنا لك فتحا مبينا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن حماد قال سمعت أبا وإلن يقول قال عبد الله كنا نقول في الطحية السلام على الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن واصل الأحدى عن أبي وإلن عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تزاني بحليل تجارك وأن تقتل ولدك أجلى أن يأكل معك أو يأكل طعامك حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت أبا وإلن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجع اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه ولا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها حثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن سليمان عن أبي وإلن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى من مات وهو يجعل لله ندا أدخله الله النار قال وقال عبد الله وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت عميرة بن عمير يحدث عن الأسود عن عبد الله أنه قال لا يجعلن أحدكم للشحيطان جزءا يرى أن حقا عليه الانصراف عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت عميرة بن عمير أو أبي إبراهيم شعبة شك يحدث عن عبد الرحمني هو أبن يزيد عن عبد الله أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمن ركعتين ومع أبي بكر وعمر فليت حظي من أربع ركعتين متقبلتان حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعوري عن عبد الله أنه قال آكل الربا ومواكله وشهداه وكاتبه إذا علموا الوشيمة والمتتشيمة والمستوشيمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعنون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم أمر مسلمين إلا بأحد ثلاث النفس بالنفس والثيب الزان والتارك دينه المفارق أو الفارق الجماعة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو ادعى بدعوى الجاهلية قال سليمان وأحسبوه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم علما أنه صلى الظهر خمسا فقيل له أزيدا في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذاك فقالوا إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم قال شعبة وسمعت سليمان وحمادا يحدثان أن إبراهيم كان لا يدرئ ثلاثا صلى أم خمسا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله كأنما أنظروا إلى بياض خد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصليمته اليسرى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأحواص عن أبن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفا كلها مثل صلاته حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات قال شعبة وأحسبه قال المغيرات خلق الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه حسنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال برز النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقال لي أتمس لي ثلاثة أحجار قال فوجدت له حجرين وروثة قال فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ريكسون حسنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن عاصمين عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي إثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه حسنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن عاصمين عن أبي وائل عن عبد الله قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما قال ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وإن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل حدثنا حسين بن الحسن حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن القاصم بن عبد الرحمني عن أبيه عن عبد الله قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه فقالت قريش يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي فقال لا أسأل أنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي قال فجاء حتى جلس ثم قال يا محمد مما يخلق الإنسان قال يا يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم فقام اليهودي فقال هكذا كان يقول من قبلك حسنا عبيدة يعني ابن حميد عن منصور عن أبي وإل إن قال كان عبد الله يذكر كل خميس أو اثنين الأيام قال فقلن أو فقيل يا أبا عبد الرحمن يعني إن لا نحب حديثك ونشتهيه ووديدنا أنك تذكرنا كل يومين فقال عبد الله إنه لا يمنعني من ذاك إلا أني أكره أن أملكم وأني لا أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا حسنا نصر بن باب عن الحجاج عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من سأل مسألة وهو عنها غني جاءت يوم القيامة كدوحا في وجهه ولا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو يعوضها من الذهب حسنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن علق متاب بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألت لها لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة وأثار مبلوغة لا يعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله ولو سألت لها أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مصخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يمسخ قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي منها هنا فأقرى به وقال حدثني محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا سعيد بن سالمين يعني القداح أخبرنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير أنه قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان يتبيعان سلعة فقال هذا أخذت بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في مثل هذا فأمر بالبائعي أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي قال أخبرت عن هشامي بن يوسف في البيعين في حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أمية عن عبد الملك بن عبيد وقال أبي قال حجاج الأعور عبد الملك بن عبيدة قال وحدثناه شيم قال أخبرنا أبن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبن مسعود وليس فيه عن أبيه حثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني عون بن عبد الله عن أبن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أخطلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخير حثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخطلف البيعان وليس بينهما بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يتردان حثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا أبن مهدي قال حدثنا سفيان عمع عن القاسم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخطلف البيعان والسلعة كما هي فالقول ما قال البائع أو يتردان حثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا عمر بن سعد أبو داود حدثنا سفيان عمع عن القاسم قال اختلف عبد الله والأشعث فقال ذا بعشرة وقال ذا بعشرين قال اجعل بيني وبينك رجلا قال أنت بيني وبين نفسك قال أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أختلف البيعان ولم تكن بينة فالقول قول البائع أو يتردان البيع ترجمة نانسي قنقر